بسم الله الرحمن الرحيم يعني ولا مكتهد لا مكتهد كل سنة طلع كتابي أنت مكتهد زي بارت إرمان كان الأخ حمزة سليمان كتاباته الأخيرة في معرض قارات دول كتاب كان عنده كتاب أعجمي وعربي وكتاب معجم السرد القرآني وكتاب تفسير التوراة بالعربية والسنة دي أصدر كتاب بعنوان ما هكذا تكلم زردشت معارضة فلسفية ثيولوجية ميثولوجية المفروض أن هذا الكتاب ردا على الفيلسوف الأديب الألماني لو احنا يعني هنسميه كده يعني فرادريك نيتشا كتب كتابا اسمه هكذا تكلم زردشت والمفروض أنه حط فيه عصارة كفره وفلسفته وأفكاره فأنت بترد عليه في كتاب ما هكذا تكلم زردشت معارضة فلسفية ثيولوجية ميثولوجية نبدأ الأول بمين هو فرادريك نيتشا وإيه أهمية كتابه وبعدين ندخل بقى في مواضيع أخرى تماما طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحب بشيخ محمد شهين التاعب وبالإخوة الأفاضل زوار قناة الدعوة الإسلامية باختصار شديد جدا كتاب هكذا تكلم زردشت يعتبر عصارة الفكر الأوروبي نيتشا أحد الفلسفة العظام في التاريخ الأوروبي بشكل عام هو فلسوف ألماني مولود 1844 كان راجل نابغة لأنه تقلد كرسي تدريس اللغات الكلاسيكية في السن الصغير جدا كان عمره تقريبا 24 سنة له كتابات متعددة العلم والمرح غسق الأوثان عدو المسيح جينولوجيا الأخلاق كتب كثيرة جدا مشتهرة سواء في المكتبة الأوروبية أو بترجمتها في لغات عديدة مختلفة كتاب هكذا تكلم زردشت تحديدا صاغه بقالب نثري وشعري قصد بي أنه يصيغ أفكاره الفلسفية التي يريد بها إعادة هيكلة المجتمع من جديد المجتمع الأوروبي كما لا يخفاك في الحقبة اللي كان فيها نيتشا تحديدا كان يعني منسلت من الدين بشكل كبير جدا إلا أن سطوة الكنيسة كان لا تزال موجودة بشكل أو بآخر نيتشا أراد أن يخرج هذه السطوة تماما فكتب كتابه هكذا تكلم زردشت واختار شخصية لحكيم فارسي قديم علشان يتكلم على لسانه فينقل الأفكار والفلسفة اللي أراد بها أنه يعيد صياغة المجتمع مرة أخرى بشكل يتناسب مع فكرة إنكار وجود الإله في المجتمع لذلك اختار شخصية زردشت هو حكيم فارسي قديم وصاغ على لسانه تلك الأفكار ممكن واحد يسأل فيلسوفه أديب ألماني فردريك نيتشا إيش معنى يعني اختار شخصية زردشت علشان يصيغ أفكاره على لسانه ليه ما اختارش أي فيلسوف تاني ممكن يكون مثلا أوروبي أو أقرب لثقافته يعني إيش معنى زردشت الثقافة الألمانية في تلك الحقبة تحديدا كانت ملعة بالثقافة الفارسية تحديدا فسبق نيتشا شاعر عظيم جدا من شعراء أوروبا أشهر شاعر ألماني على الإطلاق قديما وحديثا وهو فان جوتا فان جوتا كتب ديوان اسمه الديوان الشرقي للمؤلف الغربي هذا الديوان هو مختص بمديح الحضارة العربية والثقافة الإسلامية والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بشكل مخصص فله مثلا قصيدة يقول فيها من يظن أن النبي لن ينصر في هذه الدنيا فعليه أن يشنق نفسه لربما هذا الشنق يذهب ما فيه من غير مصداقا لقوله تعالى في سورة الحج من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم لا يقطع فلينظر هل يذهب لن كيده ما يغيظ فنيتشا تأثر بالديوان الخاص بجوتا وجوتا تأثر بشاعر فارسي اسمه حافظ الشرازي تأثر بهذه الثقافة الفارسية ونقل أشعاره سواء بالترجمة أو بالمعارضة فجي نيتشا بعد جوتا متأثرا بهذه الثقافة الفارسية العربية والإسلامية فاختار الحكيم زردشت القديم اللي هو متضارب فيه الأقوال إذا كان ناس بتقول 500 قبل الميلاد ناس بتقول 1500 قبل الميلاد غير معروفة على وجه الدقة ولكن نختار أيضا شخصية فارسية تتسم بالحكمة بين جمهور الشعوب حتى ينقل على لسانه هذه الفلسفة أو الأفكار التي يعيد صياغة المجتمع مرة أخرى من خلاله يبقى الغاية دلوقتي احنا فاهمين ان فريدريك نيتشا هذا فلسوف أديب ألماني كتب كتابا اسموه هكذا تكلم زردشت واختار الحكيم الفارسي القديم زردشت كشخصية هو بيصيغ فلسفته وأفكاره على لسان زردشت ما مدى أهمية هذا الكتاب وتأثيره بشكل عالمي ومدى انتشاره كده يعني عايزين نفهم الكتاب ده عمل ضجة قد ايه في العالم من ساعة ما تكتب لغاية النهاردة آنيتشا لما كتب الكتاب أراد أن يضارع به الأناجيل الأربعة كل من اطلع على الأناجيل الأربعة يدرك أنها مكتوبة باللا نسق يعني ليست مرتبة الأفكار فيها غير مرتبة فأراد أن يعيد معارضة هذا الكتاب سواء الكتاب مقدس بين انجيل الأربعة وأن يحدث طفرة جديدة وأخرج هذا الكتاب والسمى بالانجيل الخامس مدى تأثير هذا الكتاب على المجتمعات منظور من ناحية الحرب العالمية التانية هتلر كان متأثرا أيما تأثر بالثقافة الموضوع في كتابها كذا تكلم زردشت عن دينتشا موسوليني والثقافة الفاشية تأثر كذلك بهذا الأمر من ضمن الثقافة الموروثة في هذا الكتاب والتي أعدها أنا هي أخطر ما في الكتاب البعض قد يقول بأنه إنكر وجود الله الحقيقة إن إنكر وجود الله ما بدأش مع نتشا هو بدأ قبل نتشا بسنين لكن أخطر ما في كتاب نتشا هو فلسفة الأخلاق من ناحية وتنظرها على المجتمع وتسيد العرق الأبيض أو العرق الآري على بقية الشعوب والأجناز ده أخطر ما في كتاب نتشا لذلك أثر الحرب العالمية التانية يمكن لحد النهاردة إحنا في تبعاته لم نخرج منه فإذا كان كتاب نتشا لو حبينا نقول أخطر ما ورد فيه ليس إنكار وجوده لله تبارك وتعالى وإنما صياغته لفلسفة الأخلاق في المجتمع وهنعرض لها إن شاء الله في الجزء الأول مع محكامة الفكر الأرسطي على قضية الأخلاق يبقى مهم جدا إن المشاهد أو المستمع يفهم إن احنا في حقبة تاريخية أولا الأفكار الدارونية كانت موجودة ومنتشرة فدارون كان قبل فردريك نيتشا احنا ما زلنا في الوقت اللي مفروض أوروبا بتحاول تتخلص فيها من سلطة الكنيسة والهيمنة والسلطان الدين وبالتالي هو بياخد أفكار دارون والدارونية وبياخد الأفكار المادية والإلحادية وبيحاول ينشرها ويكسر سلطان الكنيسة وده أدى فيما بعد لحد زي هتلر والحرب العالمية التانية والمصائب اللي احنا زي ما حضرتك وقلت لسه عايشين في تابعتها وبرضو من ضمن الحاجات الهمة جدا فكرة أن كتاب فردريك نيتشا هكذا تكلم زردشت كان من الكتب الأكثر مبيعا في العالم يمكن لغاية النهاردة تم ترجمته إلى مئات اللغات له أكثر من ترجمة باللغة العربية حتى حابب أن انت بس تسلط الضوء على النقطة دي وتوضحه أكتر للمشاهد حتى في مسألة مدى تأثر الفلسفة العرب والإعلاميين أو النخبة العرب حتى بالفلسفة المذكورة في كتابي هكذا تكلم زردشت طيب أنا أحب أن نوه عن قضية لمحاك ذكرت أنه هو تأثر بالفلسفة الدارونية نيتشا له خطبة في الكتاب مع مجموعة من الناس وكان يسمهم أو يصفهم بأنساب القرود وهذه المجموعة من الناس ما كانت تعترض على كلامه وكأنه يرسخ لمفهوم بأنه قضية أننا من نسل القرود أو بيننا سلف مشترك كما يحلوا لهم أن يقولوا أن هذا مستتب في العقلية الجمعية عند الشعب فلم ينكر عليه أحد ولم يعني يعترض أحد وكأنه الأمر حقيقة مثبتة ومعروف جدا بأنه اعتناق الفكر الدارويني هو نوع من أنواع الانسلات من فكرة الخلق وأنه هناك خالق فإذا لم يكن هناك خالق حسب الفكر اللي هو الالحادي فلابد أن نجد بديل وهنتكلم في نهاية البودكاست عن قضية نيتشا وليه نقض أفكاره نهاية بالنسبة للترجمات زم حضرتك ألمحت أنه كتاب نيتشا ترجم لمئات اللغات يعني حسب آخر قراءة طلعت علي أنه ترجم إلى 148 لغة بحسب الترجم اللي أنا رجعت لها الترجمة الإنجليزية والترجمة الفرنسية وبالنسبة للترجم العربية رجعت لي ترجمتين مهمين جدا ترجمة الدكتور علي مصباح وهي ترجمة حرفية دقيقة سالسة معانيها جازلة نوعا ما إلا أنه هناك ترجمة أخرى أقدم منها ترجمة أديب اسمه فيليكس فارس أنا رشحت أن أعارض نص نيتش على هذه الترجمة لأنها وإن لم تكن ترجمة حرفية نقلية بشكل دقيق إلا أنها نقلت المعنى ونقلت الصورة بأكثر شاعرية ونثرية من نص الدكتور علي مصباح ده نص فريدريك نيتشا ترجمة فيليكس فارس ودي طبعة مكتبة الثقافة أو المكتبة الثقافية بيروت في لبنان اللي اعتمدت عليها ودي ترجمة الدكتور علي مصباح دي طبعة مصرية للدكتور علي مصباح ودي طبعة الفرنسية لكتاب هكذا تكلم زرادشت ولكن طبعة قديمة جدا وأخيرا الطبعة الإنجليزية والترجمة حديثة لكتابها كذا تكلم زرادشت هي دي الطبعات اللي اعتمدت عليها في معارضة النص الخاص بنتشا قضية لماذا من يطلقوا عليهم لفظ النخب بتدافع النتشا لأنه أغلب النخب أو ما يطلق عليهم لفظ النخب هم أصلا متسلتين من الشريعة ابتداء فوجوبا أنهم أو حتما أنهم يدافعون عن ثقافة نتشا وإن كان هذه الثقافة وإن كان هذا الكتاب ينضح كفرا يعني أنا بحسب الطلاعي على الثقافة سواء العربية أو الأجنبية لأنه نحن عندنا حتى في الثقافتنا العربية عندنا كثير جدا من الكتب التي تنضح كفرا ما عندناش مشكلة يعني يعني مثلا كتاب رسالة الوفراء أو العلاء المعاري هذه رسالة يعني الكفر البيور فالقضية مش قضية أنه أن إحنا استحدثنا هذا الكفر أتانا من جديد لا هو قديم لكن على حسب الطلاعي سواء في الثقافة العربية أو الأوروبية ما رأيته كتابا ينضح كفرا كما ينضح كتاب هكذا تكلم زرادشت ومع هذا تجد له الطبعات تباعا في الوطن العربي وتجد النخب اللي هي أو بما يسمى النخب مدافعا هذا الكتاب ومبرئة له أنه ليس ملحد وهذا تجده من للأسف الشديد ليس من من عامة الناس في الطرقات وإنما تجدها من أساتذة يتربعون على كراسي أكاديمية في جامعات حكومية أو جامعات مصرية أنا مش بقول الكلام ده علشان أنا أحارب الكتاب إن أنا أمنعه من الأسواق ها الكتاب لن يمنع والفكر لا يحارب إلا بالفكر وخلاص يعني مش أنيجي دلوقتي نمنعه وانتشر خلاص كالنار في الهجين في العالم كله ده صحيح لكن القضية مش منعه كطباعة القضية قضية منع الأفكار الموجودة بداخله من التسلل إلى الشباب أنا أجد في بعض الأحيان تلاقي واحد رافع بوست كده على الفيسبوك ويقتبس عبارة من ناتش في الكتاب طيب يا أخي الكريم وأنت اطلعت على كامل الكتاب الكتاب كفر محد وللأسف الشديد تجد أنه هذه الاقتباسات تنتشر وهذه الأفكار تنتشر فإحنا دلوقتي مش في رفاهية أنه نمنع الكتاب كورق وطباعة والممنوع مرغوب كما تعلم لكن قضية قضية أنه هذا الكتاب بالرغم أنه بقاله أكتر 150 سنة لم أقع على معارضة لهذا النص معارضة نثرية أو شعرية كما فعل زردشت وإن كان هناك من درس هذا الكتاب دراسة نقدية سواء الألمان أنفسهم أو الأوروبيين أو حتى العرب في بعض الجامعات النقطة المهمة في الموضوع أنه في لحنة هنسميهم المثقفين أو النخب أو بعض أساتلة الفلسفة وهكذا كأنهم بيتعاملوا مع كتاب نيتشا هكذا تكلم زردشت أنه جزء من التراث وجزء من الأدب وبينشروا ما بين الناس وبيحتفوا به بالرغم أنه مليء بالأفكار الفلسفية الكفرية البشعة الشنيعة الإلحادية المادية الدروينية والكلام ده كله أنا بعتقد أن ده مستوى المستوى الأبشع أو الأصعب من كده أن هم ينكروا ما فيه من كفر وإلحاد وزندقة وتصريحه بموت الإله ومشاكله الأخلاقية العميقة اللي احنا هنسلط عليه الضوء بعد شوية حابب بس أسألك ليه ممكن حد ياخد الموقف ده أنه يدافع عن فردريك نيتشا ويدافع عن كتاب هكذا تكلم زردشت وينفي ما فيه من كفر والحد وزندقة سؤال لمحاير جدا ومالوش إجابة عندي غير تأليه الصنم أو صناعة الصنم ثم تأليهه وعبته المثقفين العرب أو غير العرب الأوروبيين بيتعاملوا مع نيتشا على أنه خلاص بقى نص مقدس يعني لا يأتيه الباطن ومن بين يديه ولا من خلفه ليه القضية في بعض الأسئلة لا يجاب عليها بعلة غائية معينة لا في بعض الأسئلة تجد أنه أصبح الكتاب مؤله فجأة نيتشا عاش ومات لا يعرفه الناس نيتشا لم يعرف إلا بعدما مات بسبب اعتناق هتلر لأفكاره والتطبيق هذه الأفكار وحصاد نتاج هذا التفكير راجل غزة أوروبا بهذا الفكر فكر نيتشاوي فلذلك نيتشا أصلا عاش حياته مهملا ضائعا وخلينا أقول خلاصة عن حياة نيتشا الرجل كان نابغة كما ذكرت وإن لم يكن نابغة ما انتشر كتابه في الثقافة الألمانية بالرغم أنه كان معارض لفكر الرحمة والشفقة وكان يدعي بأن هذه من صفات العبيد وهنعرج عليها في الداخل إلا أنه مات بهذه الرحمة المتناقضة فيه ليه؟ الذي يذكر عن سبب إعاقة نيتشا في آخر عشر سنوات من حياته أنه كان يمر في أحد الطرقات فوجد شخص بيضرب الحصان بتاعه كان راكب عربية والحصان بيجرون عربية فكان بيضربه بالصوت فنتشا ركض من بين الجموع واحتضن هذا الحصان فتلقى على ظهره الصوت بدلا عنه وكان يهمس في أذنيه بقوله أنا أفهمك هذه الرحمة التي قتلت نيتشا والتي كان يحاربها دهرا هذه الرحمة التي قتلته كان يناقضها في حياته في حياته طوال عمره ومات نيتشا مصابا بالجنون الكل يعني مش مثلا حصل له نوع من أنواع الهلاوس الهلاوس أو الهلع أو شيء من هذا القبيل لا مات وهو فاقد تماما لعقليته ومات وهو لا يعرف أن هناك من يعرفه بالرغم من كل هذا بالرغم من كل هذا أنه اشتهر وذاع صيته بعد موته والآن حينما تسألني تقول والله ليه يعني النخبة العربي أو غير العربي ليه بيقدسه فكر نيتشا لأن هناك من نشره بقوة السيف هناك من نشره بقوة السلاح نيتشا نفسه لو كان عايش كان نقض كثير جدا من أفكاره وهنعرض للأفكار اللي هو نقاضها عن نفسه في حياته فالقضية يعني أنا أرى أن هذا السؤال لا يجاب عنه إجابة منطقية حتى لو جاوبت وقلت والله علشان كذا أو كذا مش هنقدر يعني نجد علا غائية نصل في النهاية أن هناك سبب غائي لتقديس هؤلاء لنيتش إلا قضية اشتهاره بين الناس واشتهار فلسفته وتحقيق أثر مدي من هذه الفلسفة أوصل أن الألمان يغزو كامل أوروبا فلذلك حق لهذه الفلسفة أن تمتشر أو حق لنيتش أن ينتشر وإن كان اشتهر وانتشر بعد موته نقدر نقول باختصار أنه ده يعتبر جزء من تقليد وعبادة الغرب أنه بما أن الغرب قدس هذا الكتاب وقدس هذا الفيلسوف وانتشرت أفكاره بشدة في الناس في الغرب يعني فإحنا لازم نقلد الغرب إحنا كمان ونقدس هذا الكتاب وننشره ما بيننا ونعتبره إنجيل مقابل للكتب المقدسة ويمكن ده كان أصد فريدريك نيتشا في الأول أنا سأكتب كتابا تتخذوه كأنه مقابل للكتب الدينية خصوصا الكتب المقدسة المسيحية أخته ذكرت كتابة ملاحظات كان يكتبها على دفتره وقال أنه لما انتهى من كتابة هذا الكتاب ذهب لي صديقته كان اسمها سلومي فتاة روسية كانت بتدرس عندي وكان فرحا جدا وقال لها نصا لقد كتبت الإنجيل الخامس لقد كتبت ما أناقض به مسيح الشرق أنا الآن أنت خريستوس أو أنا الآن عدو المسيح وبالمناسبة كتب كتاب بعد كتاب زردشت اللي هو جينولوجيا الأخلاق وغسق الأوثان وكتب من ضمن هذه الكتب الذي أعلن فيها صراحة عن معاداته للمسيح والمسيحية وأسماه بكتاب عدو المسيح فذكر لهذه المرأة اللي كان يصادقها أنه كتب كتابا يضارع به أو يقارع به الأنجيل وأسماه بالإنجيل الخامس وبالمناسبة قضية الكتب التي تسمى بالإنجيل الخامس وبالمناسبة في أكثر من كتاب في الثقافة الأوروبية اشتهر بأنه الإنجيل الخامس زي مثلا كتاب أو العقد الاجتماعي لجنجاكروسو ده من أعظم الكتب في الفلسفة السياسية وذكر عنه أنه الإنجيل الخامس أو مثلا كتاب اللوفياثان لتوماس هوبز بعد ما صنف وكتب اشتهر عنه ايضا انه الانجيل الخامس وزي برضو كتاب الامير لنقالا ميكافيلي وكثير جدا من الكتب التي انتشرت في الثقافة الاوروبية وكان يطلق عليها مجازا بالانجيل الخامس لانه الاوروبيين صعدوا او نهضوا على افكار هذا الكتاب كان من ضمنها كتاب هكذا تكلم زرادشت بالمناسبة انه ما في واحد من اللي ذكرناهم سواء جان جاكروسو او توماس هوبز او نقالا ميكافيلي سمى كتابه بالانجيل الخامس الا نتشا الوحيد الذي اسمى كتابه بالانجيل الخامس يعني هما بيسموا الكتب اللي افكارها بتروج بين الناس وبيبتدوا يتبعوها وبيبنوا افكارهم وثقافتهم على اساسها انه انجيل يعني كما ارجع نرجع اليه في اي مجال بقى من المجالات سواء فلسفة اقتصاد سياسة اي ان كان مع كل ما سبق انت وجدت حاجة شديدة في انك تكتب رد على كتاب فردريك نيتشا فوضعت هذا الكتاب ما هكذا تكلم زردشت وحطت انت عنوان جانبي معارضة فلسفية ثيولوجية ميثولوجية لو تشرح لنا الكلمات الاربع دول معارضة فلسفية ثيولوجية ميثولوجية طيب انا ها اقسم شرح العنوان الى جزئين الجزئ الاولاني اللي هو ما هكذا تكلم زردشت وده هنتكلم فيه لما ندخل في شرح العمل او شرح الكتاب باجزاء الاربع وهاشرح دلوقتي معنى معارضة فلسفية ثيولوجية ميثولوجية بقالب ناثري وشعري المعارضة مفهوم المعارضة عندنا كعرب هو ايزاء الشيء يعني زي مثلا المعارضات الشعرية الشهيرة يعني اشهرها في الثقافة العربية معارضة البردة بدأت بكعب ابن زهير حينما قال شعر البردة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال بانت سعاده فقلب اليوم متبوله مقيد اثرها لم يفد مكبوله فجاء البصير بعده وعارضه فقال أمن تذكر جيران بذي سلم مسحت دمعا جرى من مقلة بدمي ثم جاء امير الشعراء شوقي رحمه الله فقال ريم على القاع بين البان والعالم أحل سفك دمي في الأشهر الحرم المعارضات الشعرية عادة ما تكون ازاء بعضها البعض وإنما يتفوقون على بعضهم البعض كلهم بحسب قدراته ده معنى مفهوم المعارضة عموما يعني طبعا في معارضات أدبية في التاريخ الروائي لكن مش هنعرض مش هنعرض ليها الآن عشان ما ناخدش من وقت الحلقة معنى فلسفية لأنه الكتاب فيه أكثر من نوع من أنواع الفلسفة فيه الفلسفة الأخلاقية فيه الفلسفة الاجتماعية فيه الفلسفة السياسية فلسفات كثيرة جدا لأنه ما كانش هذا بأردتي إن أنا عاوز أكتب كتاب فيه فلسفات متعددة وإنما كان لزاما علينا أن نضارع فكرة نتشة في كتابه فكان كل نوع من أنواع الفلسفات اللي عرض لها في كتابه كنا نعارضها فأصبح الكتاب أيضا فلسفي معنى ثيولوجي هو الكلام عن الكلام عن الله في المفهوم المسيحي وأبرز من شرح معنى ثيولوجي هو الحبر أو القديس ألبيرتوس ماجنوس وألبيرتوس ماجنوس أحد كبار الكنيسة الكاتوليكية في العصور الوسطى وهو أستاذ لتومة الإكويني واللي ما عرفش تومة الإكويني هذا الذي كان يقول فيه أصدقائه لما كانوا في دير واحد كانوا يقولون عنه الثور الأبكم فألبيرتوس ماجنوس اللي هو أستاذه قال سيأتي يوم على هذا الثور يضج العالم كله بخواره فعلشان بس الناس ما تعرفتهم الإكويني أكتر من ألبيرتوس ماجنوس فحبيت أقول أنه هذا أحد تلامزة ألبيرتوس ماجنوس علشان الناس تستعظم قيمة العالم اللي هو ألبيرتوس ماجنوس جاء ألبيرتوس ماجنوس وشرح معنى ثيولوجي أو أسس لمدرسة الثيولوجيا بشكل عام وقال بأنه معناها الكلام عن الله أو الكلام في منطق وجود الله والكلام ده كله معنى كلمة ميثولوجي اللي هو الفكر الأسطوري الأفكار الأسطورية أو القصص الشعب القديم الأسطوري أو شيء من هذا القبيل بقالب نثري وشعري أنه الكتاب معمول بقالب نثري روائي وشعري لأنه فيه كثير من القصائد أو الأبيات المفردة اليتيمة اللي يسمى الأبيات اليتيمة اللي هي بتكون مفردة في النص فلذلك سمي الكتاب بما هكذا تكلم زرادشت معارضة فلسفية ثيولوجية ميثولوجية بقالب نثري وشعري يبقى اختصاراً يبقى اختصاراً نقدر نقول إن كتابك من أهم ما يميزه إنه بيتخذ هذا الأسلوب الأدبي والشعري والنثري بغض النظر عن محتوى وهو ده معنى معارضة كتاب هكذا تكلم زرادشت بتاع فرادريك نيتشان هو كتب كتابه بهذا الأسلوب الأدبي ويمكن دي من ضمن أسباب انتشار الكتاب ومن ضمن أسباب إن الناس قالت إن فرادريك نيتشا هذا أديب ولو ذاعي وكذا إنه قدر يصيغ فلسفته وأفكاره بهذه الطريقة الأدبية النثري الشعرية فانت صغت كتابك بنفس الطريقة صحيح هو كان في البداية لو تذكر من ثلاث سنوات ما كنا في المعرض لما نزل كتاب عجمي وعربي فكنت بتساني بتقول لي هتشتغل على إيه دلوقتي فقلت لك هشتغل على كتاب هكذا تكلم زردشت لفريدريك نيتشا ولكن كان في تلك الفترة كنت أنتوي أن أعرض لدراسة نقدية حول الكتاب ثم لما أطرقت قليلا كده قلت الدراسة النقدية محلال الأدراج في النهاية ولن يلتفت لها الناس بشكل عام فأثرت على نفسي أنه أخذ وقت أطول حتى لو سنتين أو ثلاثة لمعارضة النص النثري والشاعري عند نيتشا لسببين مهمين لا تلتفت للدراسات النقدية عموما أتكلم عن عوامل الناس لا يلتفتوا للدراسات النقدية على الأعمال الأدبية والغرض من المعارضة أننا نريد أن نضارع أو نقارع أفكار نيتشا ونرد عليها فكما هو وصل إلى العامة أردت أيضا أن أصوغ كتابا أصل به إلى العامة لذلك لما يسألني حد يقول لي هو أنت بتوصف كتابك رواية والعمل نقدي هو الحقيقة أنه لو القارئ العادي قرأ الكتاب على أنه عمل أدبي للنزهة الأدبية أو النزهة الروحية أنه يدخل مثلا لهذا العمل فيقرأ عمل أدبي مؤسطر بشكل جيد أو بطابع سردي ودراما سردية فهو سيخرج من العمل لا محالة بهذه الفئة أو هذه القيمة الأدبية وبالمناسبة قبل أن أعرض لي كتاب بزردشت أردت أن أتعلم الأساليب السردية في كتابة الرواية فروحت لكتاب جيرالد برينس اللي هو قواعد السرد فخرجت من هذا الكتاب اللي هو قواعد السرد بكتاب أسميته المعجم السرد القرآني وهذا المعجم لأنه جيرالد برينس كان بيتكلم عن قواعد السرد أو القواعد الحكائية أو السردية في الرواية فبتبدأ بالحبكة أو العمل المؤثر الأول الحافز الأول المحفز الأول للنسق الدرامي ثم الحبكة والعقدة والكلام ده كله فقسمها إلى تقريبا 30 قسم لما كنت بتصفح في سورة يوسف عليه السلام فوجدت أن هذه القواعد وكأن جيرالد برينس استلها استلالا من القرآن الكريم وأثرت عن نفس أن أتكلم عن القواعد السردية في القرآن الكريم فخرج كتاب معجم السرد قبل ما يطلع هكذا تتكلم زرادش لذلك أنا بقول أنه اللي هيدخل في الكتاب أو اللي هيقتني الكتاب لمجرد الإمتاع الذهني أو الإمتاع الروحي بالسرد الروائي والكلام ده كله هو يقينا سيخرج بهذه المتعة السردية والأدبية يقينا لكن إذا أخذه على أنه معارضة نقدية على نص فريدريك نيتشا فأنا أثرت عن نفسي ألا أترك شاردة ولا وردة في النص عند نيتشا إلا وأرد عليها بقالب نثري وشعري فكنت أستل نصوص أقتبسها من كتابه بعضها طبعا بتصرف ثم أجعل حوار بيني وبينه فأصبح نص معارض بقالب واحد يعني لها تصفح الكتاب مش هيقدر يفرق بين النص الخاص بنتشا والنص بتاعي لأنه خلاص هما ذابوا لأنه هما خلاص ذابوا في قالب نصي واحد أو قالب نثري رواقي واحد وكأنهم شخصين بيردوا على بعض وكأن المؤلف واحد ليه أنا أثرت على نفسي أنه أخذ اقتباسات من نيتشا ومن أنا ما نقلش كلام وبتصرف وإن كنت في أغلب كتابي كنت أنقل معنى أو فحوة كلام وبتصرف لأن هناك عبارات عند نيتشا عبارات كفرية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أنا أعيد صياغتها من جديد لو أنا هعيد صياغتها فأنا هقلل القيمة الكفرية اللي فيها ونعاوز أحافظ على القيمة الكفرية علشان الأفاضل المشهير يعني اللي بينكره بيدفع آه اللي بينكره عنه طبعا أنا لو حاولت جاهدا يعني أنا لو كنت بحاول جاهدا إن أنا أحاكي هذا ما استطعت فلذلك كان لزاما أن أنقل كلام نيتشا نصا من كتاب فليكس فارس وإن كان هناك لما بيجي أتكلم مثلا عن فلسفة الأخلاق أو ما شابه كنت أعيد صياغت هذه الفلسفة الخاصة به من خلال كلام ناثري كنت أنا أعيد صياغته بنفسي أنا بس حبيب أأكد على المشاهد أو المستمع إن كتاب حضرتك ما هكذا تكلم زردشت يعتبر بيغني عن قراءة كتاب فردريك نيتش الأصلي هكذا تكلم زردشت أنت أوردت أفكاره أوردت فلسفاته ونقلت عنه بعض عباراته الهامة جدا الكفرية في سياق الكتاب وردت عليه صحيح وفكرة المعارضة دي مهمة جدا لأننا عايزين نقدم هذا الكتاب لجمهور واسعة جدا من الناس الناس اللي بتحب الرواية هتحب هذا الكتاب الناس اللي بتحب الأدب والشعر هتحب هذا الكتاب وستجد فيه فائدة الفلسفة والثيولوجيا أن أنت بتتناول فلسفته وترد عليها بتحوره في مسائل الإلهيات والكلام ده كله بتنظروا فيها والجزء الخاص بالميثولوجي ده ملمح في القصة والرواية أن في بعض التفاصيل الخرافية الأسطورية في وسط حبكة القصة من هنا ننتقل بقى للعنوان الأصلي ما هكذا تكلم زرادوشت وأن أنت لمحت أن الكتاب ده عبارة عن أربع أجزاء وأن ممكن يتم تصنيف هذا الكتاب على أنه رواية أو قصة احكي لنا بقى القصة دي كلها طيب قبل معرج إلى الأجزاء الأربع للكتاب أحب أقول أنه حتى المعارض لأفكارنا اللي هي المفروض أن هي بتقبل الدين وبتقول بوجود الإله حتى الذي ينفي وجود الإله أو ينكر أفكارنا سيجد نفع في هذا الكتاب أنه سيجد ترتيب الأفكار نتشا وهي غير مرتبة أصلا في كتابه الأصل أن نتشا في كتابه فالسوف الله نسق ما كان يرتب أفكاره زي مثلا ما تكلم مثلا في العودة الأبدي وده فكرة عند نتشا تلاقيه أوراده مرة في الجزء الأول مرة في الثالث مرة في الرابع ويرجع نذكره في الثاني والكلم ده كله فحتى المعارض للأفكارنا لو اقتنى هذا الكتاب لمجرد أنه يرتب أفكار نتشا المبعثرة في الكتاب فهذا يكفيه وحتى الآخر اللي هو معارض لنا إذا قرأ هذا الكتاب بنية أنه يريد مثلا أن يطلع على ثقافة الكتاب أو كيفية الرد أو ما شابه أيضا هذا يكفيه عموما لما وضعت هذا الكتاب لم أضعه لمن معي على الطريق وحسب وإنما وضعته لمن كان معي على الطريق ومن كان على الجانب الآخر الطرفين يقدروا ينتفعوا بيه كلهم بحسب ما يريد بالنسبة لكتابي ما هكذا تكلم زردشت هو مكون من أربع أجزاء طبعا كتاب نيتش الأصلي هو أيضا أربع أجزاء ولكن النص عندي مش معارض ليه بفصوله يعني مش باجي مثلا إيه الفصل الأول عنده كذا فأنا بعرضه بالفصل لا فأنا اجتهد وجمعت أفكاره ثم أعدت صياغتها بشكل مرتب ومسلسل كما تقتضي علوم الفلسفة وعلوم المنطقة ثم أدرجتها في سياق أدب ناثري حتى القارئ ما يحسش بملل الدراسة بس أنت خدت نفس البناء إن هو مقسمه أربع أجزاء نفس الأفكار فأنت خدت أربع أجزاء الأفكار بقى اللي هو ناثرها في وسط الأربعة أجزاء زي ما أنت قلت ممكن الفكرة يكررها في أكتر من جزء أنت معملتش كده الفكرة لا يتم تناولها إلا مرة واحدة بنخلص منها وبنروح للبعد صحيح ولو حدث هذا لكانت معارضة سخيفة لأن القارئ مش هيجد فرق بين كتاب نيتشا وكتاب المعارض له فهيتوه بين الاتنين طبعا إحنا كفاية توهن عند نيتشا كفاية يعني لذلك أنا قلت بداية إيه إنه حتى المناقد لفكرنا وفلسفتنا سينتفع بالكتاب على الأقل إنه قعدنا له صياغة أفكار نيتشا بشكل منظم ومسلسل بطريقة جيدة العمود الأساسي للنص النفري عندي المفروض إن نيتشا في كتابه هكذا تكلم زردشت تكلم بفلسفته على لسان الحكيم الفارسي زردشت المفروض عندي إنه في النص النفري عندي المفروض إنه أنا كمؤلف أنا زردشت وإنه نيتشا ادعى شخصيتي ده الكلام ده جيدة إزاي؟ في الجزء الأول المفروض إنه بتبدأ بميلاد زردشت ثم أخذه من البيت إلى دير الرهبنة ثم في سن 15 سنة بيصعد للجبل وبيقضي في جبل العزلة المفروض 15 سنة دي قواعد الإيه؟ أو قوانين الدير اللي كان موجود في تلك الحكم فلما كان زردشت اللي هو شخص المؤلف موجود في الجبل نزل في أحد الأيام إلى شاطئ البحر فوجد سفينة هذه السفينة ينزل منها ربان السفينة وبعض البحر وكان ساحر بابل اللي هو تجسد لشخصية نيتشا في الكتاب بالمناسبة نيتشا تجسد في النسق الروائي عندي في ثلاث شخصيات شخصية الأول اللي هي ساحر بابل اللي هيحاور فيها زردشت اللي هو شخص المؤلف في الجزء الأول والثاني وشخصية المهرج ودي هيحاوروا فيها في الجزء الثالث وينتهي حواره مع الانسي مع الشخص الانسي لنيتشا ثم انتقل في الجزء الرابع للوفيا ثان وهنشرحه وده أصل الشرور اللي استقى منها نيتشا أفكار المفروض أنه البحارة والربان انتوا أن يقتلوه فزردشت بيخرج عليهم طبعا الراجل بقى له 14 سنة في العزلة فشكله وهيئته فازع منها البحارة والربان فتركوا نيتشا أو تركوا ساحر بابل وهرعوا إلى السفينة يهربون فأخذ ساحر بابل إلى كهف العزلة وتنظروا مع بعض في وجود الله ولكن الاستعادة عن وجود الله بالفكر الأخلاقي الأرسطي اللي هم الحداشر فضيلة خلقية والسبع مزال عقلية المشهورة بدأ نيتشا يعرض على زردشت اللي هو شخص المؤلف أفكاره في إعادة صياغة المجتمع والتخلي أو الاستعادة عن وجود الله بالمنطق الأرسطي اللي هم الفضائل الخلقية والمزايا العقلية زي الفضائل الخلقية زي الشهامة المرؤة الصدق الكلام ده كل والمزايا العقلية زي النجابة واللوذعية والذكاء وما شابه لما بينتهي نيتشا من عرض أفكاره على زردشت اللي هو شخص المؤلف بيبدأ زردشت يقنعه أنه هذا الكلام باطل وأنه لا لابد من وجود إله طبعا كل ده بنسق سردي معين يعني فنيتشا يأنف عن الكلام مع زردشت ويترك له دينار من الذهب وينزل إلى العالم طبعا بيكون فاضل سنة لزردشت علشان ينزل يرجع الدير مرة أخرى فبعد السنة بينزل فبيجد أنه المجتمع انحل أخلاقيا بأفكار مين؟ بأفكار نيتشا اللي هو ساحر بابل بالضبط كده ساحر بابل يدعي أنه زردشت لأنه غاب عن المجتمع أكثر من 14 سنة فهيئاته تغيرت فظن الناس أنه فعلا صادق وأنه زردشت بينزل زردشت إلى العالم طبعا القصة يعني أبلغ من ذلك وأحداث كثيرة جدا ولكن للاختصار بيدخل السجن زردشت واللي بيحبسه هو ساحر بابل بيتعرف في السجن على مجموعة من قاطني السجن بيتخذهم فيما بعد أصدقاء له ثم يتخذهم تلاميذ بيجي ساحر بابل بياخده من السجن اللي هو نيتشا وبيخدروا بزور الخشخاش وبيخش معاه في مناظرة اسمها مناظرة أحلام الضمآن وبتستمر هذه المناظرة وزردشت مغيب عن الوعي إلى أن يعود مرة أخرى إلى السجن حتى يحاكم أمام الناس جميعا تبدأ المحاكمة في اليوم الثاني وبيعرض في هذه المحاكمة إلى الجزء الثيولوجي في الكتاب اللي هي مناظرة اللهوت النظامي وهنعرج لها بشكل مفاصل الجزء الأولاني طبعا انتهى بحبس زردشت الجزء الثاني بينتهي بهروب زردشت من الإعدام وبيبدأ الجزء الثالث بتمكن زردشت في المجتمع لأنه ثورته في الجزء الثاني بتقضي على وجود نيتشا كشخص مش كأفكار فبيجي في الجزء الثالث بشخص المقنع أو المهرج فبيقوله أنا مهرج وبهلوان ولست كالمهرجين اللي عندك في القصر أنا بهلوان بالأفكار فإيه رأيك لو أنا أناظر الشخص اللي عندك اللي هو زردشت بتقوم مناظرة بين زردشت وبين الشخص نيتشا المقنع بالمهرج في باقي القضايا الخاصة به يعني الجزء الأولاني لو كان بيتكلم في مناظرة عن قضايا الأخلاق في المجتمع والاستعادة به عن وجود الله فالجزء الثاني تكلمه في الثيولوجيا وعلم اللي هوت النظامي الجزء الثالث كانوا بيتكلموا فيه عن المجتمع والفرد يعني الأفكار الخاصة بالمجتمع والفرد وهنعرض لها إن شاء الله بشكل مفصل في الجزء الثالث ثم ينتهي الجزء الثالث بطرد زردشت أو مطاردة زردشت من مملكة فارس إلى أرض هليوبلس اللي هي مصر فيهرب زردشت بنفسه بأصدقائه خشية من القتل على يد أفكار نيتشا أو شخص نيتشا تحديدا في الجزء الرابع وهو أثناء هروب زردشت إلى أرض الأقواس وهي أرض النوبة كانت تسمى بأرض الأقواس قديما ثم إلى هليوبلس اللي هي مصر بيقابل من جديد الربان والبحارة الذين ألقوا بنيتشا في الجزء له فالربان بيقوله أنت السبب في أنه إحنا كنا خلاص هنقتله أنت السبب في أنك إنت أعدت إحياء مرة أخرى فزردشت بيقوله أنا ما كنتش أقصد يعني فبيدور بينهم حوار معين كده ينتهي بهم المقال إلا إلى أنهم يلقوا في الماء فينزل زردشت في الماء ده الجزء الميثولوجي ينزل في الماء فيصارع شخص اللوفيا ثاني في قضايا بقى اللي هي الفلسفة السياسية وأصل الشرور الموجودة عند نيتشا وينتهي بالحال إلى الخروج على ظهر الحوت ثم النزول إلى مصر وإلقاء خطبته الأخيرة بين المصريين وينتهي الحوار مع نيتشا أو أفكار نيتشا سواء حينما تجسد بشخصية ساحر بابل في الجزء الأول والثاني أو حينما تقنع بقناع المهرج وهنقول ليه تقنع بقناع المهرج وما كانش القصد من الكلام ده أنه نقلل منه أو نشن عليه يعني لكن هنقول ليه والجزء الرابع والنهاية هو صراع مع أصل الشرور عند نيتشا وليس مع نيتشا ذاته فكان الصراع معه في الأجزاء الثلاثة الأولى ثم الجزء الرابع والأخير اللي هو اللوفيا ثاني اللي هو أصل الشرور وصراع معه أصل الشرور التي استلها نيتشا بشكل كبير يعني احنا كده فهمنا أن كتابك ما هكذا تكلم زرادشت متقسم لأربع أجزاء بما أن فريدريك نيتشا وضع أفكار وفلسفاته على لسان زرادشت فانت خليت القصة بتدور حول شخص زرادشت اللي المفروض يتعامل مع فريدريك نيتشا وأفكاره وفلسفاته في شخصيات مختلفة وبيرد بقى على هذه الأفكار المفروض الشخصيات اللي بتمثل فكر نيتشا بتتكلم مع زرادشت وزرادشت بيرد عليهم فبيصحح هكذا تكلم زرادشت في عنوان ما هكذا تكلم زرادشت بيقول بقى إيه الكلام الصح اللي مفروض يتقالي الجزء الأول من الكتاب بعنوان وحشة الجبل وعزلة الناس من أبرز الأفكار اللي أنت بتنقشها في هذا الجزء فكرة فريدريك نيتشا عن موت الإله أو كلامه عن موت الإله في المقابل بنلاقي أن في بعض المفكرين لو هنسميهم كده بعض الفلاسفة لو هنسميهم كده بعض النخبة أيا كان حتى أن الموضوع بيصل إلى أن بعض أسادت أو الدكاترة في الجامعات اللي بيدرسوا فلسفة أو غيره بينكروا إلحاد نيتشا وبيأولوا أو بيعيدوا تفسير عباراته بمعاني مختلفة مش بمعنى الإلحاد المادي وإنكار وجود الله أو إنكار وجود الخالق هل بالفعل نيتشا صرح بموت الإله بالمعنى الإلحادي المادي المفهوم المعاصر ولا هو كان يقصد معاني أخرى وأحنا يعيني غلابة أغبياء لم نفهم فلسفته العميقة بداية هنؤصل لمعنى موت الإله في الثقافة المسيحية لأن الأصل أن نيتشا كان راجل مسيحي وأبوه قس وكان تعلم تعليم الكنيسة وهو صغير معنى موت الإله في الثقافة المسيحية تقسم إلى قسمين أو نوعين النوع الأولاني أنه هو مات فعلا أنه هو تجسد ومات وقام في اليوم الثالث ده مفهوم النصارى في قضية موت الإله النوع الثاني في موت الإله أن كل من يرتكب خطية أو يبتعد عن طريق الله فالله مات في داخله ووصلت الفكرة الفرق بين الأول والثاني طيب القضية بقى هو نيتشا يقول بموت الإله في الثقافة المسيحية بالمعنىين بالمعنى الأول والثاني الحقيقة أنه لا وهو لا يقول لا بالمعنى الأول اللي هو المعنى الحقيقي في موت المسيح ولا بالمعنى الثاني اللي هو معنى المجازي الخاص بموت الله في شخص الإنسان بارتكاب الخطية وما شابه هو يقول بموت الآب يقوم بفكرة قتل قتل وليس فقط موت وأنا هعرج المسألة دي موت الإله الآب ليه في قضية الصلب صلب المسيح على عود الصليب المفروض في الثقافة المسيحية أن الذي مات في هذه الحالة هو مين؟ المفروض الإبن المسيح الإبن الذي مات على الصليب نيتشا يعلن موت الآب في هذا الموقف فيقول نصا ده نص نيتشا يعني ده كلام نيتشا بيقول أتعرف كيف مات الآب الذي ضحى بابنه يوم الصلب؟ لقد خيل لي بأن الرحمة قد قبضت على عنقه فأردته مخنوقا إذ رأى الإنسان معلقا على الصليب فثاقل عليه أن يصبح حبه للناس جحيما يورده الفناء هو هنا بيتكلم على موت الإبن والأب هو أصرح بموت الأب ده حقيقة بيروح تاني النص آخر اللي هو لماذا قتل الإله بالمناسبة نيتشا في أكثر من موضع موضع كثيرة جدا لو هنفردها يمكن تاخد مننا ساعات عن مواضع ذكره لموت الإله أنا مش عرض لكل النصوص اللي ذكرها نيتشا حول موت الإله لأن لو ذكرتها يعني هيفيض بنا الوقت إلى لن يسعفنا يعني لكن أنا ذكرت إعلانه لموت الآب والذي يناقض الفكر المسيحي سواء بالحقيقة أو المجاز اللي هما بينقلوا الأساز الفلسفة عندنا في الجماعات فهو لم يعلن موت الإبن وإنما أعلن موت الآب ولم يقل بموت الإنسان بالخطيئة وإنما قال بموت الآب حقيقة هذكر دلوقتي نص بيذكر في نيتشا لماذا قتل هذا الإله قتله وليس موت يقول نيتشا قد وجب على الإله أن يموت لأنه كان يحدق بعين نافذة لا تخفى عليها خافية فيسبر أعماق الإنسان وأغواره مستكشفا جميع ما كمن فيه من قبح وعيوب لقد كان إشفاقه خاليا من الحياء فكان يذهب هاتكا الأستار عن قبائح ذاته أفما حق على هذا الفضولي الرحيم أن يموت أفما كان لي أن أنتقم ممن تحرش بخفايا أو أختار الموت تخلصا منه فنتشا عنده أسباب لقتل الإله أو لموت الإله السبب الأول أن الله معتني ومحيط والسبب الثاني أنه رحيم ومشفق والسبب الأخير لنا أتفق معه فيه أن الله إنسان ماشي يعني هذا لا يختلف عليه اثنان ولا يتنطح فيه عن زان ماشي أنا سأسلم لك بهذا لكن لو تجد في نصه أنه شديد العنف وشديد الكراهة لهذا الذي كما يدعي يعني يفتش في أستار ويعرف قبائحه وذنوبه وما شابه فدي قضية أنه مع احترام الشديد للأراء والأفكار الأسادزة الكبار اللي هم أصلا يدرسوا فلسفة يعني قضية أنه ننفي عن نتشا الإلحاد لمجرد أنه راجل فيلسوف وهو نفسه لو عايش بنا الراجل هيعلن صراحة موت الإله ويعلن صراحة إلحاده دون مواربة ودون يعني أن يثق لكاهله شيء فأرجو أن الأسادزة الفلسفة اللي هم يعني مشفقين على نسبة الإلحاد لنيتشا أن لا يكونوا ملكين أكثر من الملك الراجل كتابه موجود ومعروض في أفكاره ويكفي المثالين اللي احنا ذكرناهم للدلالة على أنه كان يقصد بفكرة موت الإله المعنى الحقيقي الإنكاري الجحودي الإلحادي المنتشر بيننا الآن مش قضية موت الإله في الثقافة المسيحية كما شرحنا من قبل هو بس في نقطة مهمة جدا في هذا الموضوع لعل وعسى والله أعلم يعني دي هتبقى مشكلة وحشة أن هؤلاء بيدفعوا عن نيتشا وبينكروا أنه هو ملحد لا لشيء إلا للمساهمة في نشر أفكاره لأن أنت عارف زي واحد زي سيد القمني كان بيقول لا بأسة من بعض الأبلسة الخفيفة وأن احنا نضحك على الناس وما نقولش يعني أن احنا ملحدين بس احنا ملحدين وكفار عادي فعلشان خاطر ننشر يعني هذه الأفكار نقول لا دي مش أفكار إلحادية وده مش ملحد ونحاول نفسرها بأي طريقة تانية رغم أن زي ما انت قلت الكتاب يعني بينضح منه الكفر الخامل بيور اللي على أصله يعني الله مستعى صحيح في برضو نقطة تانية لأن أنا وجدت هذا التصور منتشر في بعض الكتابات الإلحادية فكرة أن الملحد لا يحب هذا العلم المحيط لله عز وجل لأنه بيكشف حقيقته وبيكشف سوء نوايا وخبثه والكلام ده كله وكأنه بيرى أن ده نوع من أنواع تحديد حريتي أو هاتك الستار آه أن الديني مساحة تكون خاصة بيا الإله ملوش علاقة بيها أو لا يستطيع أن يعرف عنها شيء وده طبعا يعني تصور باطل عن الإله وبس حابب أبين أن النقطة الثالثة اللي أنت ذكرتها أن الله إنسان هو يحق له الاعتراض على هذه النقطة بسبب أن هذه عقيدة باطلة تتبنى لعقيدة المسيحية ودي كانت من ضمن انتقاداته المسيحية يعني أن المسيحية بتؤمن أن الإله نزل من السماء وعاش على الأرض كإنسان وتصلب وتضرب ومات وأم الأموات فهو شايف أن أنا كنت قلت النقطة دي قبل كده نقطة أن المسيحية تحملوا جزء كبير بقى ولا صغير من وزر انتشار الإلحاد بسبب تبنيها لتصورات خاطئة وباطلة عن الله عز وجل فأنت لما بتقدم للناس أن هذا هو الإله ويبتدي هو يتفكر في هذا التصور ويجده باطل ففي الآخر ينكر وجود الله طبعا أنت ساهمت في هذا يعني الله المستعان طيب إجابة على هذا الكلام الذي ذكرته الآن فنيتشا لكلام في الإسلام يقول فيه نصا الآتي يعني الذي هذكره الآن هو كلام نيتشا إن الإسلام حين يزدر المسيحية يمتلك بازدرائه هذا ألف دليل يخوله لفعل ذلك إن أكبر وأشهر الكذبة ممن يطلق الناس عليهم لقب قدسين لنجد أثر رائحتهم المنتين في تعاليمهم وقد يخدع المرء نفسه الظن لوهلة أن هؤلاء الدجالين يمتلكون الحد الآدنى من ذكاء البشر أتظنهم أذكياء إنهم أذكياء لحد البلاها لا القداسة أباء الكنيسة هؤلاء لقد افتقروا لكل شيء جبلي وفطري سليم لقد نسيت الطبيعة أن تهبهم ولو مهرا متواضعا من الغرائز المحترمة والمعقولة والنزيهة إنهم ليسوا رجالا إلا أن الإسلام فرض على معتنقيه أن يكونوا رجالا لقد حرمتنا الكنيسة من مجاني الحضارات القديمة ثم حرمتنا بعد ذلك من جني ثمار حضارة الإسلام العريق نيتشا كان صراعه حقيقة مع الكنيسة نيتشا أعلن في أكثر من موضع الكلام ده قاله في كتاب العلم والمرح فذكر بأن الإسلام يصنع حضارة قوية يصنع رجال ربما البعض حينما يسمع هذا الكلام للوهلة الأولى يظن أن نيتشا لم يقل هذا الكلام والحقيقة أنه قاله في كتاب العلم والمرح ويمكن أنا أبدلت بعض الألفاظ المترجمة خففت حدتها شوية لأن حدة نيتشا كانت أعلى بكتير جدا من اللي أنا ذكرته دلوقتي فنيتشا كان خلافه الأساسي زي ما هو ذكر الأساقفة الكذبين الدجالين الكنيسة وفرض سطوتها لما يقول مثلا أنه حرمتنا من مجاني ثمار الحضارات القديمة ثم عادت فحرمتنا من جاني ثمار الحضارة الإسلامية وأن الإسلام يربي الشباب ويربي النشأ على الرجول والفتوة وعدم الخضوع والكلام ده كله فنيتشا حقيقة لذلك أنا لا أهاجمه بشكل شخص نيتشا له الحق فيه كثير جدا زي ما حضرتك ذكرت أنه الكلام اللي ذكرته أنه المسيحية كانت السبب في تجني أو افتئات الملحدين على أصحاب الديانات بشكل عام النقطة اللي أنت نقلتها عن نيتشا لما قال أن المسيحية حرمتنا من أن نحن نجني ثمار الحضارة الإسلامية طبعا أنت ليك حق أن تظن أن عدد كبير جدا من الناس هيقول إيه ده مستحيل نيتشا يقول كلام زي كده لكن الأفكار دي كانت موجودة عند عدد كبير جدا من الفلسفة والمفكرين قبل نيتشا وبعد نيتشا صحيح ولكن هي الفكرة أنه إحنا في نقل التراث الأوروبي مقصري صحيح الفكرة كلها بس علشان الناس تبقى فهمة أنه لما الحضارة الغربية ده لو قلنا أنه كان في حضارة أصلا عندهم كانوا غلابة يعني خلص حرب التلاتين عام لما الحضارة الإسلامية وصلت على أعتاب الغرب في سقلية والأندلس إسبانيا والكلام ده كله المسيحيين بدأوا يخططوا للحروب الصليبية اللي احنا بقى إن شاء الله بإذن الله نعمل عنها حلقات كثيرة سواء على قناتك ونبقى نعمل عنها بودكاست هنا على قناة الدعوة الإسلامية بسبب هذا الموقف اللي الكنيسة المسيحية أخدتها كثير من المفكرين والفلسفة وحتى المؤرخين بيقولوا المسيحية حرمتنا خير كتير بسبب إن هم صدوا المسلمين وحربوهم ولم يسمحوا بانتشار الإسلام بأكتر من كده بالمناسبة في كتاب العلم والمرحل نتشا ذكر كلامك نصا وقال إن هم حرمونا من جاني الحضارة المغاربية وقال أيضا بأن الحضارة المغاربية أي الأندلوسية هي أقرب إلينا في الثقافة الأوروبية الألمانية من حضارة اليونان والطليان يعني اللي إنت ذكرته الآن بشكل عام إنما أورده نتشا نصا في كتابه يبقى في النهاية إحنا بنأكد على إن نتشا صرح بموت الإله بالمعنى المادي الإلحادي الطبيعي الدارويني اللي إحنا فاهمينه بشكل معاصر وبرجع مرة تانية أذكر الناس بهذا الارتباط داروين بعد كده نتشا بعد كده هتلر السلسلة دي مهمة جدا جدا هو صرح بموت الإله ويقصد بهذا موت الإله الخالق لا يوجد في الثقافة المسيحية فكرة موت الإله غير موجودة ومن ضمن الحاجات بس اللي أنا حابب أركز عليها إن سبحان الله نتشا خد فكرة موت الإله من المسيحية وأعاد توجيهها إليهم زي ما بنقول كده قصف جبهة إن هم بيؤمنوا بإن الإله نزل من السماء وعاش على الأرض كإنسان ومات على الصليب فده مفهوم موت الإله في السياق عقيدة الصلب والفداء في السياق الحقيقي للموت بحسب المفهوم المسيحي إن الإله مات فعلا لما مات على الصليب التفسير الثاني اللي قلنا عليه اللي هو حسب الأشخاص إن لما إيمانه يغيب فيقع في المعاصي فكأن الله ليس حيا في داخله بل هو ميت صحيح نتشا لا أصد موت الصلب والفداء ولا أصد الموت المعنوي أعلن موت الآب موت الإله بمعنى إن خلاص لا يوجد إله له على الأقل أي دور في حياتنا أو في فلسفتنا أو في أخلاقنا وهكذا صحيح أحنا هنعيش كملحدين ما فيش إله له أي تأثير وأي دور في حياتنا صحيح لذلك تعقيب أخير الأساذة اللي هم أساذة الفلسفة في الجامعات لما بيبرئوا ساحة نتشة من الإلحاد أنا أدعوهم إلى أن يقرأوا كتاب هكذا تكلم زردشت قراءة متجردة لأنه لو قرأ الكتاب قراءة متجردة وكان مطلعا ملما بالثقافة المسيحية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقول بأن هذا الإيمان إيمان مسيحي القراءة في السياق التاريخ صحيح لأنه لم يعلن موت الإبن فقط ولم يقل بموت الإله في الإنسان الذي يرتكب الخطية وإنما أعلن موت الإله الآب أنه خنق نفسه بيدي رحمته والكلام ده كله قبل ما ندخل على الجزء الثاني أنا بس حابب أن أنت تسلط بعض الضوء على موقف فريدريك نيتشا من المسيح نفسه وكيف كان يقابل نفسه بيسوع المسيح وفكرة أنا كتبت إنجيل خامس وإيه القصة دي أنا يعني خليني أتفلت من هذا السؤال لسبب واحد كلام نيتشا في المسيح يود السجن يسجن راجل يسبه سبا علنا يعني من ضمن الحاجات يقول لك أسامحون أنا آسف أنا بنقل كلام نيتشا هذا السعلوك الذي أتى من الشرق ودي يمكن أخف عبارة أنا أقدر أنقلها عن نيتشا نيتشا كان عدوا للمسيح حتى أعلن كتابا له كتاب 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 سما أنت خريستوس ضد المسيح ضد المسيح أو عدو المسيح اللي هو المسيح الدجال يعني بالمصطلح الإسلامي والمفروض حتى المسيحين عندهم نفس الفكرة لكن هو يعلن نفسه أنه هو عدو المسيح بخلاف الأفهام الأخرى وكان يعلن عدائه بشكل يعني نص موجود نص هكذا تكلم زردشت ولكنه يهودي أسوأ بكتير جدا وأنا ذكرت كثير من هذا العداد خلاصة سريعة ليه أنت شايف أنه هو وصل لهذا الموقف يعني ممكن الواحد يعادي الكنيسة وبعدين ياخد موقف مثلا ريفورمتف أو بروتستانتي أو إصلاحي فاهم إزاي ليه هو وصل إلى درجة أنه أنا مش بس كره الكنيسة وأباي الكنيسة أنا أحارب وأعادي للمسيح نفسه ليه كذلك؟ طيب ليه سببين رئيسيا السبب الأولاني هو محق فيه والسبب الثاني هو مخطئ فيه جزما ويقينا السبب الأول أفعال الكنيسة في تلك الحقبة أو في القرون الوسطى واللي ذكرناها مثلا زي اللي ذكرها في كتاب العلم والمرح اللي هو مجاني الحدارة الإسلامية فده السبب الأول أنه يعادي شخص المسيح في من يمثله على الأرض ده الذي أنا يمكن أن يكون له على فكرة أنا ذكرت الكلام ده في كتابي يعني نصوصه ذكرتها في كتابي يسمي الكنيسة بالكلب العقور بقولك نيتشا يعني كان يسب المسيح عليه السلام حشاه من كل داغل ودنس وكان يسب المسيحية وكان يسب الكنيسة بشكل يعني مفرط السبب الثاني الذي أنا لا أجده محقا فيه واللي عملت معاه في الجزء الثاني منظرة في الثيولوجيا بهذا الشأن وهذا الصدد أنه كان يظن أن المسيح ادعى الألوهية لنفسه لذلك أقامت معاه منظرة في علم اللهوت النظامي أو الثيولوجيا بشكل عام بمناسبة بس الموضوع ده علشان فيه أفكار بتطرق في دماغي هل ممكن ننسب لفرادريك نيتشا أنه كان من الناس اللي نشرت السخرية من الدين وسب الدين والسخرية من الإله وسب الإله في الثقافة الغربية صحيح بنسبة كبيرة لأنه فيه نصوص أنا بقولك ما أقدرش أتكلم فيها على العالم أنت عارف لما أنت ذكرت بعض الاقتباسات أنا افتكرت مين افتكرت ريتشارد دوكنز في كتابي وهم الإله فيه جزء كده هو كأنه يعني بيسب ويشتم إله العهد القديم طبعا بسبب الحروب والدم والكلام ده كله فالله المستعان يعني لما الواحد يشوف حال اللي هم سمين نفسهم تنويرين ومفكرين ونخبويين وفلاسفة ومش عارف مين يقدسوا حد هي دي طريقته في التعامل مع الأديان حتى لو باطلة إنه بيسبوا ويشتم ويهين ويحكر والكلام ده كله الله مستعان يعني حتى أننا كمسلمين يعني الله سبحانه وتعالى دعانا وقال ولا تسبوا الذين يدعونا من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علمه هذا من أقل وأبسط حقوق الآخر عليك وتجد أن يكفل للملحد يكفل له الاعتداء على الأديان ولا يكفل لأصحاب الاديان مش هقول بالاعتداء على الآخر وإنما بصد هذا العدوان يبقى في الجزء الأول من كتابك من أبرز الأفكار اللي انت عالقتها ونقشتها موضوع موت الإله صحيح في الجزء الثاني بعنوان السجن وثورة زهور القرونية زي ما انت قلت أفكار نيتشا تم تجسدها في أكتر من شخصية احنا لسه بنتكلم عن شخصية ساحر بابل وعجباني فكرة الساحر بابل يعني الاختيار موفق للشخصيات ربنا يبارك فيك المفروض أن زرادوشت بيدخل مع ساحر بابل في مناظرة في موضوع اللهوت النظامي ويمكن الجزء ده في الكتاب هو اللي متركز في الجزء الثيولوجي في العنوان معرضة فلسفية ثيولوجية ميثولوجية تمام أبرز سؤال ممكن يطرق للأذهان أنت ليه في قصتك ورويتك بتناظر نيتشا في اللهوت النظامي رغم أنه هو المفروض كفر بالمسيحية وارتد وأصبح مديا ملحدا الفكرة دي وراها بادئ وذي بدء أن كلنا الآن مقررين بأن نيتشا راج الملحد طيب أنا ليه بلزمه بمناظرة اللهوت النظامي مناظرة اللهوت النظامي بينه وبينه هو يؤمن أو هو يعتقد بأن المسيح نسب الألوها لنفسه لذاته فأنا أقمت معايا مناظرة في اللهوت النظامي حتى أثبت له من العهد الجديد الذي ينقل كلام المسيح أنه لم ينسب الألوها لنفسه أنا بس حابب أوضح للناس أن فكرة أن المسيح نسب الألوها لنفسه أو الدعا الألوها ده التصور المسيحي يعني هو ما بيفتريش صحيح هو بياخد التصور المسيحي المعتمد اللي كل الكنيس المسيحية بتقره أن المسيح في الأنجيل الأربعة أعلن عن ألوهيته بشكل أو بآخر المقصد في النهاية أن موقف نيتشا الرافض لألوهية المسيح مبني على الترويج المسيحي الكنسي لموقف ألوهية المسيح أن العهد الجديد من خلال كلام المسيحي المنسوب له في الأنجيل حتقدر تعرف أنه هو الله سواء بقى المدرسة اللي بتقول أنه تكلم بشكل مباشر أو تكلم بشكل غير مباشر لكنه في النهاية أشار إلى أنه هو الإله المتجس فأنت كأنك في موضوع منظرة اللهوت النظامي ده تريد أن تصحح خطأ أفكار نيتشا أن أنت كفرت بالموضوع لأنك مؤمن أن المسيح أعلن عن ألوهيته أو حاجة زي كده إذا أحنا بقى نوصل لك العقيدة الصحيحة أن المسيح لن يعلن ألوهيته فسنقيم منظرة في هذا الموضوع صحيح إحنا كنا في الأول عرفنا يعني ثيولوجيا وإحنا دلوقتي بنتكلم عن منظرة حول اللهوت النظامي أو في موضوع اللهوت النظامي يعني إيه اللهوت النظامي وإيه النظام اللي أنت تبعته في المنظرة بالنسبة لمنظرتي مع نيتشا في قضية اللهوت النظامي تحديدا علوم اللهوت أو علم اللهوت يقسم إلى قسام منها علم اللهوت الكتابي علم اللهوت الدفاعي علم اللهوت التفسيري أنواع كثيرة جدا من ضمنها علم يسمى بعلم اللهوت النظامي اللهوت النظامي وكأنه يريد تنظيم الأفكار الغيبية أو تنظيم الأفكار الخاصة بالغيب أو الإله أو الميتافيزيقة موراق الطبيعة من خلال هذا العلم تحديدا فيه كتاب ألفه عالم أو قس اسمه جيمس أنس اسمه كتاب علم اللهوت النظامي علم اللهوت النظامي داخلا بيقسم إلى أربع أقسام القسم الأولاني اللي هو Theologia وهو الكلام عن الله القسم الثاني اللي هو Anthropologia اللي هو الكلام في الإنسان العقيدة في الإنسان صحيح كأن كلمة لهوت المقصود بها العقيدة أو الإيمان فيما يخص موضوع معين صحيح الجزء الثالث في الكتاب اللي هو اللهوت النظامي عن الست tapping bag cle aide أي الكلام في الخلاص والجزء الأخير الاس sett accounting اللي هو كلام فيما بعد الموت ده بالنسبة لتعريف عام عن معنى علم اللهوة النظام تفسيرا بقى بشكل موجز علم اللهوة النظامي أو الثيولوجيا تحديدا بتكلم عن صفات الآب ومدا طبقها للإب مثلا إن الله روح والمسيح روح يبقى لتنين إله إن الله لا يتغير والمسيح لا يتغير يبقى لتنين إله إن الله قادر والمسيح قادر يبقى لتنين إله ففي نصوص أصلا في العهد الجديد تعارض مفهوم الصفات الخاصة بالآب في العهد القديم مثلا في العهد القديم يذكر نصا أن الله قادر على كل شيء ثم يأتي في العهد الجديد ويعني المسيح صراحة فيقول أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيء أن الله في العهد القديم يقول أنه صاحب الهيبة وصاحب السلطان في العهد القديم ويأتي المسيح في العهد الجديد ويقول دفع إلي كل سلطان إنه ليس صاحب السلطان ولا الهيبة وإنما دفعت إليه لذلك أثرت على نفسي أن أنا أناقش كل الصفات الخاصة بالآب في العهد القديم ودفعها من خلال الابن في العهد الجديد يعني مثلا صفة الروح لا يحده شيء سرمادي أزلي لا يتغير عالم بكل شيء ذو مشيئة كلية قدرة قدوس عادل صالح حق ذو سلطان ناقشتهم جميعا في الكتاب ولم أترك صفة لم أناقشة يبخصارا نقدر نقول أنه كلمة اللاهوت في هذا السياق بتعني العقيدة اللاهوت النظامي المقصود به ترتيب أبواب العقيدة وكأن الكتاب المقدس أو المصادر اللي بيتعلموا منها العقيدة المسألة ليست منظمة أو مرتبة فهو بيحاول ياخد مسائل العقيدة من الكتاب المقدس ويرتبها بترتيب معين تحت أبواب وأقسام مختلفة صحيح فمن ضمن اللاهوت النظامي في بقى لثيولوجيا العقيدة في الله ومن ضمن العقيدة في الله مسألة ألوهية المسيح ومن ضمن أبواب أو محاولات إثبات ألوهية المسيح المقارنة ما بين الصفات صفات الإبن في العهد الجديد وصفات إله العهد القديم أو الآب لو طبقنا صفات الآب بصفات الإبن يبقى الإبن إله زي ما الأب إله فإنت المناظرة بتاعتك بتبين إن هذه الصفات لا تنطبق هي لا تنطبق حقيقة أن الله في العهد القديم عرف بأنه صالح ويده الصالح على الجميع ونشوف في العهد الجديد معارضة هذه الصفة بالنسبة للعهد القديم هنروح للعهد القديم عبر عربي للأب بوليس الفغالي ترجمة بن السطور وهنقرأ النص في سفر عزرى بيقول فأتوا إلينا حسب يد الله الصالحة علينا برجل فاطني من بني محليب للأو بن إسرائيل وشريبيا وبنيه وإخواته ثمانية عشر هنروح للنص اللي هو الهبريكا بايبل أو نص العبري ونقرأ منه النص في العبري بيقول ده معناه أن العهد القديم دلوقتي بيقول أن الله صالح وأن يده صالح هنروح للعهد الجديد وهنعرض لي ما يقابل هذا النص في العهد القديم وهنعرضه بأكثر من لغة قديمة حتى نؤكد أن القضية مش قضية لغة واحدة أو أن لفظ عدم الصلاح موجود في لغة دون الأخر فهنروح برضو لترجمة العهد الجديد ترجمة بين السطور برضو يوناني عربي للأب بوليس الفغالي فيقول وفيما هو خارج إلى الطريق ركض واحد وجث له وسأله أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحا ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله أنت تعرف الوصاية لا تزني لا تقتل لا تسرق لا تشهد بالزور لا تسلب أكرم أباك وأمك النص هنا بيقول إيه لماذا تدعوني صالحا ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله كده إحنا قرأنا النص العربي عند الأب بوليس الفغالي هنروح للغة الأولة معنا اللي هي العهد الجديد أو النيو تستمنت يوناني برضو نص مرقص 10-18 بيقول لماذا تدعونني صالحا هنروح للنص اللاتيني وهو اللي بعد النص اليوناني على طول بيقول إتكم إجرسوس استن فيوم procurans kidom genuflexu antium rugabat iom magester boni kiad vasiam ot vaitam trinam birisibiam إيسوس otim dikasate كد me disis bono ni mu bonos ni sinios deos perisabtanosti ni adolteres ni uxedas ni fuarais ni falsum testimonium dexeres ni fraudem viseres honora patrim tum et matrim الشاهد بابتع لماذا تدعوني صالحا في اللاتيني kid me disis bono لماذا تدعونني صالحا ده بالنسبة للنص اللاتيني هنروح لي النص القبطي ونقرأ من مرقص 10-18 النص بيقول وقوح افنويا ايبول اي امويت افشوجي انجي اوياي اف ايتف ايجن بفكيلي نائف تشيني اموف جي افرف اتسبو ناقاتوس او بايتناي اف انتا ايريك ليرونوموس ان اونخ نينح إيسوس دي بجاف نائف جي ايت بيوي اك جو اموس ايروي جيباقاتوس امون حيلي ناقاتوس ايبول اي افتي امايت اف ناين تولي اك سوين اموي امبر خطب امبر ارنوك امبر تشوي امبر ارمتري امبر اف او جي اريتي ماين امبك ايوت نم تيك ماي بالنسبة لي لماذا تدعونني صالحا اللي هو ايسوس دي بجاف نائف جي ايت بيوي اك جو اموس ايروي جي بي جاتوس لماذا تدعونني صالحا ده بالنسبة للنص القبطي بالنسبة للنص السورياني الخاص بالعهد الجديد مرقص 10-18 بيقول وكدرد يا بروخ راهد خد نفي العال بروكهي ومش شاله ليه وامر ملفانة طابة مانا اعبد ديات الخياد العالم اامر ليه يشوع مانا قار انت لي طابة ليه طابة الا انخد الها ليس احد صالح الا الله فقدانية دي عانت لا تجور لا تجنوب لا تقتول ولا تسهد سهودتي ده جلتاه لا تطلوم يقر لبوك لماك بالنسبة للنص السورياني اللي يقول فيه لماذا تدعونني صالحا اللي هو النص لما بيجي يقول اامر ليه يشوع مانا قار انت ليه طابة ليه طابة الا انخد الها ما في صالح الا اله واحد كده احنا خلصنا النص في نفي المسيح عن نفسه الصلاح وخد بالك انه قضية لماذا ينفي المسيح عن نفسه الصلاح لماذا الغرض انه في تلك الفترة تلك الحقبة تحديدا لما يدعى احد بالصلاح لا يظن الصلاح المتوارف بين الشعوب انه هذا انسان صالح هذا انسان طالح لا وانما كان يقصد به الصلاح الالوها ولذلك المسيح نفى عن نفسه الصلاح لانه يعي مقصد المتكلم فنفى عن نفسه الصلاح وقال ليس احد صالح الا واحد وهو الله بالمناسبة النص ده له اشكال اخرى في المخطوطات او مصادر نص العهد الجديد ان في بعض المسيحين بيقولوا ليس احد صالح الا واحد وهو الله والله المقصود بالاب والابن وروح القدس وبيلف ولفة كده فكبار ابا الكنيسة كانوا بيقتبسوا النص ده ليس احد صالح الا ابي الذي في السماوات والصياغة دي يعني الصياغة محكمة في حصر الصلاح الالهي في اقنوم واحد من الاقانيم التلاتة اللي هو الاب بمناسبة استعراضك لكل هذه اللغات ونص عبري ونص يوناني ونص لاتيني وسورياني وقبطي اللغات دي كلها انت حططها في كتابك ما هكذا تكلم زردشت على لسان زردشت ولا عرضت الموضوع ازاي لا هو الكتاب بداخله نصوص عربية فقط وانما كانت المضارعة بين اللغات انه كان العمل عمل دراسي في الاساس فكان لابد ان انا اعود الى الاصول او طبعا اللغات الاصلية حتى لربما اجد اختلاف فارده في النص ده في تحضيرك انت ده صحيح ده صحيح يبقى في الجزء الاول من كتابك ما هكذا تكلم زردشت من ابرز النقاط موضوع موت الاله وده كان ما بين زردشت وسحر بابل في الجزء الثاني برضو الحوار ما بين زردشت وسحر بابل لكن كان فيه بقى مناظرة اللهوت النظامي من ابرز النقاط في هذا الجزء او تمام الثولوجيا الجزء التالت من الكتاب بعنوان ثورة اليخجال وثورة الدم ايه اصلا معنى اليخجال ده او اليخجال اليخجال هو بناء فارسي قديم خمسمية تقريبا قبل الميلاد هذا البناء كان على شكل مخروطي هارمي مخروطي وكان يحفظ بداخله الثلج على مدار العام كان بيحفظ ولا هو كان بيكون الثلج يكون ويحفظ يكون ويحفظ ده يعتبر من اعجيب المعمار القديم وانتقل الى شبه الجزيرة العربية وكان متوفر يعني تصميم معين سبحان الله بيجعل درجة الحرارة داخل المبنى يصل الى تحت الصفر لدرجة انه يكون الثلج ويحافظ عليه ويحافظ عليه وبالمناسبة ممكن ننزل صورة ليه يشاهدوها يعني للتعريف بي اكثر المفروض ان انت في الجزء التالت زردشت بيناظر شخصية المهرج النقطة دي بالنسبة لي اعتقد ان هي نقطة مبهرة واغلب الناس مش هتكون عارفة المعلومة دي لكن انا حابب ان انت تشرح لنا ليه اخترت انه الشخصية اللي تمثل افكار نيتشا يكون المهرج في الجزء التالت تحديد في الجزء التالت طيب بالمناسبة هو ما كانش نوع من انواع التحقير منه ان احنا يعني لو حقر منه انه هو مهرج او كذا ولكن لكثير جدا من الناس ما تعرفوش انه فيلم زي فيلم باتمان وشخصية الجوكر الموجود فيه مقتبسة من فكرة نيتشا لانه الجوكر في فيلم باتمان هو يقتل للعبث يمثل العبثية ولا شيء والقضاء على العالم بشكل كبير جدا الرابط ما بين نيتشا وموضوع الشخصية المهرج او الجوكر دي جات منين موجودة في كتابه هكذا تتكلم زردشت ولا فحيح موجودة بالفعل في كتاب نيتشا اورد فكرة المهرج انه هو الشخص الذي يقتل للعبثية يقتل للاشيء يقول نص نيتشا وانا هنقل عنه هذا الاقتباس ان حياة الانسان محفوفة بالاخطار وهي فوق ذلك لا معنى لها فان مهرجا يمكنه ان يقضي عليها فما اسهل على المهرج ان يقضي على الحياة وما فيها وهو يتبسم ضاحكا مطلقا العنان لضحكاته لتستمر الى اجل غير مسمى وان موجات ضحكي لواصلة الى من يتوقون الى تعاليمي ولو بعد موتي بقرون فكرة المهرج عن دينيتشا تحديدا هي فكرة القتل العبثي فكرة الفوضى المجتمعية التي يريدها بشكل او باخر حتى يصل نهاية الى صلاح المجتمع من وجه نظره لذلك اوجد المهرج في كتابه هكذا تكلم زرادشت على شخص او على شاكلة الانسان العبثي الذي يقتل للاشي يقتل لمجرد فكرة الله والعبث وانتشرت هذه الفكرة فيما بعد بقناع الانركية اللي هي العبثية المطلقة وفكرة الجوكر في الافلام زي بتمان باجزاء وما شبه وانت بتقرأ الكلام المنسوب لنيتشا عن هذا المهرج بحس ان فيه نوع من انواع السودوية العميقة لكن هو كأنه يعني بيحاول يخففها او يعطيها بعض الرموز فاهم قصدي وهو تلميذ شبن هور ميتشا تلميذ شبن هور اللي هو مؤسس السودوية العجيب ان مع كلام صريح زي كده يأتي في النهاية حد يدفع عنه ويقولك ده مش ملحد ازاي مع تصور سودوي الى هذه الدرجة وانت تعتقد انه مؤمن بوجود اله المفروض ان في الجزء الثالث زرادش تبقى بينظر هذا المهرج والمناظرة في مواضيع كثيرة جدا مختلفة من ضمنها موضوع المرأة والمجتمع والشريعة الحاكمة بين التقييد والتقنين اعطينا لمحة عن افكار نيتشا حوالين هذه المواضيع طيب يمكن من امتع المناظرات اللي دارت بيني وبين نيتشا في الكتاب كانت مناظرتي معه في ايوان الملك لما كان مقنع بقناع المهرج لانه عارض فيها للافكار بقى المنفتحة اكثر وجهة نظره في المرأة في المجتمع في الالواح القديمة هو يسمي الشرائع بالالواح القديمة وكان دائم الطلب في تحطيم هذه الالواح وجهة نظر نيتشا في المرأة وجهة نظر يعني لو قلت سيئة جدا هكون حتى يعني ايه مش عارفة وصفها بالشكل تطور طبيعي للدروينية ياريت لانه الدروينية بتقول ان الراجل والمرأة سلف مشترك مع القرود نيتشا بيقول ان اعلى مراتب الارتقاء للمرأة تصبح بقر يعني هذا اذا ارتقت يعني ده علشان بس الناس اللي بتدافع عنه وعن افكاره يشوف وجهة نظره في المرأة ايه هو ده التنوير هقول يعني نصين اقتباس من نيتشا بيقول لم تبلغ المرأة بعد ما يؤهلها للوفاء كصديقة فما هي الا هرة وقد تكون عصفورا واذا هي ارتقت اصبحت بقر وليه نص تاني اشد منه بيقول اذا ما ذهبت الى النساء فلا تنسى الصوت الصوت بمعنى للكرباك يعني يعني يعاملها معاملة الحيوانات التي تحتاج الى ترويض وضرب بالضبط ده عشان بس الافاضل اللي هما بيروجوا الفكرة نيتشا يعرفوا وجهة نظر نيتشا في المرأة تحديدا هنروح لوجهة نظر نيتشا في المجتمع بشكل عام نيتشا ديكتاتور مجتمعي من الطراز الرفيع وان ها عرض الال لنص واحد من افكاره اللي هي ضد المجتمع بشكل عام فليه نص في قهر المجتمع بيقول نصا يعني ان الانسان المنحط يخضع للسنة المتناقضة لما بيقول سنة المتناقضة بيقصد بها الشرائع اليهودية المسيحية وشاك ان الاديان متناقضة يعني تعلمها متناقضة فاذا شئت ان تزرع الفضيلة فيه وجب عليك ان تسلخه عن حياته ارغاما وتسوده طغيانا تمشي بالعفة يعني بالاستبداد غصبا يعني لذلك بقول فانك بتسوق حيوانات هو مقبول عند الملحد الفكر الدكتاتوري الاستبدادي والاستبدادي والناس بهاي مش عارفة مصلحتها واحنا هنسوقها زي ما احنا شايفين صح لكن انت لو اردت ان تسوس الناس بالشريعة يقول لك لا لا تلزمني بالشريعة ليه بتلزمني بالشريعة لكن هو يقبل على نفسه ويقبل على فكره انه يسود المجتمعات بالقهر والاستبداد وما شابه وجد نظر نيتشا في الشرائع الحاكمة هو ليه ضد الشريعة الحاكمة له نص يقول فيه انه اكثر الناس قتلا وسرقة وزنة وتعذيب والكلام ده كله اكثرهم مؤمنين فبيقول هذه الشرائع القديمة هو بسميها الالواح القديمة هذه الالواح القديمة لم تنهى المؤمنين عن منعهم من ارتكاب هذه المعاصي والذنوب نفس التصور للحد المغاصر بقى انه احنا نقبله فاتركوكم من الالواح القديمة وعليكم بالالواح الجديدة التي اكتبها لكم ده كلام نيتش يعني هو هو يبرز للمجتمع الواح جديدة هو يريد ان يكتبها وقال يعني الواح الجديدة دي ستقود الى الفضيلة يعني طبعا دارت بيني وبين ومناظرة في هذا الصدد وفي هذا السياق طويلة مش هنفع ان اقرأها يعني الاخوة يقرؤوها في الكتاب لكن الفكرة العامة ان الالواح القديمة لم تأتي لتقيد الارادة في الانسان وانما اتت لتقنن الارادة الفاعلة ولتنذره بالعقاب وبالحساب لكن انت كراجل بتقول عندك الواح جديدة فانت لابد ان تكون هذه الالواح تقيد الارادة الفاعلة في الانسان لانك انت تنكر على الالواح القديمة انها غير مقيدة انت تقول بان الالواح القديمة غير مقيدة للارادة الفاعلة في الانسان طيب الالواح الجديدة اللي انت هتجيبها هل هي مقيدة اذا كانت مقيدة ف ايه المانع انك تمنع القتل والسرقة والزنة ولو كانت مقننة فايه الجديد فيها عن الالواح القديمة ولكن طبعا المناظرة تطول بينه وبينه في هذا الصدد فاتركها للقارئ يعني يقرأها ويحكم بنفسه في ملمح مهم جدا في الجزء الثالث في السياق المناظرة ما بين زرادشت والمهرج بيكشف جانب اسود من فلسفة نيتشا في موضوع الأخلاق فكرة أن نيتشا كان بيقسم المجتمع تقسيم عنصري طبقي وعلى أساس هذا التقسيم بيقسم أيضا الأخلاق يعني مش كفاية أنه بيقسم سادة وعبيد لا ده كمان السادة ليهم أخلاقهم والعبيد كمان ليهم أخلاقهم والموضوع عنده عنصرية إكستريم جدا برضو بتعجب في سياق التنوريين اللي بيدفعوا عن نيتشا مع هذه الأفكار السودة المظلمة هل بالفعل نيتشا كان عنصريا بهذه الدرجة البغيضة ولا احنا برضو مش فاهمين كلامه أنا ما اطلعت على الثقافة ولا فلسفة مش عارفة وصف الاسم يعني لكن أبغض للمجتمع من ثقافة نيتشا في هذا الصدد يعني نيتشا يقول بأنه المجتمع يقسم إلى قسمين أخلاق السادة وأخلاق العبيد كل ما يتصف به من قوة وشجاعة وإقدام وسلطة ونفوذ دي أخلاق السادة كل ما يتسم بالرحمة والشفقة والعطف دي أخلاق العبيد ولكن عنده أيضا تقسمات في الإنسان نفسه في مدى قبوله على أن يكون سيد أو عبد فيقول أنه هناك ثلاثة أقسام الحاكمون ودول اللي خلاص هم في طبقة السادة الذين يأمرون وينهون وفيهم صفات الغلظة والكبر والغرور ولا يقبلون الشفقة ولا الرحمة وفيه النوع الثاني المطيعون ودول في طبقة أدنى متوسطة دول اللي عندهم قابلية أن يصبحوا في هذا المقام والقسم الأخير المستعبدون ودول أي شخص فيه خصلة من الشفقة الرحمة العطف أي شخص يتسم بهذه السمات فهو من أخلاق العبيد وعلى مدار كتابه يعلن صراحة أبيدوا أهل الرحمة يقتلوا أهل الشفقة ويمكن المشاهدون الآن يظنوا أن ده فيه نوع من أنواع هو فيه حد كده يعني فيه حد يعني يعظم في صفات الغلظة والكبر والصلف والغرور والنقمة يعني نيتش له نص يقول أن الشر مقدم على الخير أن الشر أفضل من الخير ده النصوص نيتشا فإذا كان وأرجو أن القضية دي تحديدا يعني تلقى استماع وأذن صغية من المستمع إذا كان نيتشا يرى أن الشر هو أعظم فضيلة في الإنسان أو أعظم فضيلة بذلة للإنسان طب إيه بقى الملاحدة الذين يستشكلون عليهم معضلة الشر خد بكلام واحد من أرباب الإلحاد اللي بيقولك أن الشر أعظم فضيلة مهابة للإنسان يعني إذا كان الإنسان له هبات وهبتها له الطبيعة تنزلا يعني إذا كان هما لا يقلون بوجود إله فيقول بأن أعظم الهبات المهابة للإنسان الشر ومدى تقدمه يقاس بمدى ارتقائه في الشر لما تتأمل في كلامه تحس فعلا أن ده كلام شياطين مش كلام بني عدمين عاديين وتحس أنه درجة من الظلم والاستبداد إحنا في عصورنا الحالية بقينا نتحرج ونتكسف منه يعني بنحاول نلطفه شوية ما نبقاش ظاهرين واضحين في الظلم والاستبداد للدرجات بالمناسبة لما حبوا يعملوا فيلم عن هتلر سموئي صعود الشر وده كلام نتشه أنه لابد للإنسان أن يرتقي في مراتب الشر لأن أعظم هبة مهابة للإنسان هو الشر فلذلك أنا بقول أنه التعمق في مثل هذه النصوص زي هكذا تكلم زرادشت ومعارضتها والرد عليها ده باب من أبواب الرد على فصول إلحاد يعني ما يجي حد دلوقتي يتكلم في معضلة الشر تفضل دي كلام نتشه بيقولك أن الشر هو أعظم قيمة مهابة للإنسان والإنسان لا يرتقي إلا بمدى ارتقائه في هذا الشر فإذا كنت أنت تستشكل معضلة الشر على المؤمنين طيب واحد من أئمة الإلحاد عندك يقول بأن الشر فضيلة مهابة وأن الإنسان حتى يرتقي لابد أن يرتقي في مرتب الشر وكأنه تجسيد بشكل وهذه الأمور في الثقافة الأوروبية الأفلام والقصص والأغاني كل هذه الأمور التي تتسم بالترفيه أو الانترتيمنت هو موجه لكن هما عندهم نوع من أنواع التوجه الصحيح أو التوجيه الصحيح يجي مثلا يعمل لك فيلم أو أفلام عن الحرب في أمريكا عمر ما يقول لك في الفيلم تحي أمريكا أو أنا بجاهد عشان أمريكا أو أنا بناضل عشان أمريكا عمر ما يقول الكلام ده لكن يبرز لك مدى شجاعة الجند الأمريكي مدى تضحيته مدى فداؤه دون أن يلمح بأي شكل من الأشكال إلى والله أنا فداء العالم أنا فداء الوطن ده نوع من أنواع الأيدولوجية الصحيحة لذلك أي عمل موجه أيدولوجي وأنا كنت مصر على أن الكتاب ما يكونش أيدولوجيا موجه في طريق الرد الإسلامي على ثقافة تينيتش ولكن هو رد منطقي فلسفي فيه فلسفة سياسية وفلسفة دينية وفلسفة أخلاقية بشكل عام وغير مختص بطريق واحد أو أيدولوجيا معانا بترد منها لأنك أنت في النهاية بتأمل أنه ليقرأ هذا الكتاب ما هكذا تكلم زرادشت الذين معك على الطريق والذين في الجانب الآخر من ضمن الحاجات المهمة اللي أنت عليك تابع في الجزء الثالث فكرة من أشهر الأفكار اللي عرضها نيتشا في كتابه هكذا تكلم زرادشت وهو عرضها بنوع من أنواع الغاز ما تكلمش عنها بشكل صريح وواضح موضوع أطوار العقل وهو قال أن العقل يتطور من مرحلة الجمل إلى مرحلة الأسد وينتهي به إلى مرحلة الطفل واللي قادر يفهم كلامه يفهمه واللي قادر يحل اللغز يحله أنت حليت الموضوع ده إزاي وشايف نيتشا كان يقصد إيه بموضوع التطور من الجمل إلى الأسد إلى الطفل طيب باختصار نيتشا يقول بأنه عقل الإنسان في بداية حياته وكعقل الجمل يتحمل كل شيء لا يوجبه الطبيعة يرضى بأي شيء يقدم ليه بالضبط عامل إزاي الإنسان في بداية حياته يتحمل الدين اللي هو موجود فيه يعيش في مجتمع لا يناهض هذا المجتمع ولا يرد أفكار الدينية والكلام ده كله بعد كده بيتحول العقل عن دينيتشا من الجمل اللي هو المتحمل لكل شيء إلى الأسد والأسد من طبائعه التمرد فيقول بأن هذا العقل الجمل يتحول فيما بعد إلى التمرد ثم بعد هذا التمرد يعود هذا العقل اللي هو الخاص بالأسد إلى الطفل طيب إيه الوجه المشترك بينهم هو حقيقة في ثلاثة لقات رئيسية أولا طور العقل من جهة تحمل التكليف وطور العقل من جهة قبوله المجتمعي وطور العقل من جهة قبوله لذاته لما يكون العقل جمل فهو من جهة تحمل التكليف فهو متحمل متحمل الشرائع من جهة قبول المجتمع ليه بيكون مقبول الناس قبله من جهة قبوله هو لذاته بيكون هو راضي عن نفسه وعن تصرفاته لما بيتحول هذا العقل الجمل المتحمل إلى عقل الأسد فهو بيكون برضو من ضمن ثلاثة نقاط من جهة تحمل التكليف بيكون غير متحمل يسقط التكليف من جهة قبول المجتمع ليه بيكون غير مقبول المجتمع بيبدأ ينهضه يبدأ يرد على أفكاره وزي ما حصل مع الملاحظة دلوقتي من جهة قبوله لذاته يكون قابل لذاته العقل الأخير اللي هو العقل الطفل من جهة تحمل التكليف لا يتحمل والأصل في الطفل إنه عابث يعبث ومع هذا فهو غير متحمل للتكليف ومن جهة قبول المجتمع ليه فهو مقبول فهل تجد مثلا طفل يخالف لا يصلي مثلا لا يصوم ألقى بكتاب مقدس في أي دين وتجد شخص مثلا ينهره أو يحمله خطية الفعل بالطبع لا فهو حتى ولو ارتكب هذه الكبيرة فهو مقبول من المجتمع ومن جهة قبوله لذاته فالطفل أيضا قابل لذاته ما عندهش مشكلة هو كأن فريدرك نيتشا عايز من المجتمع إن هم يفوتوا على أطوار العقل التلاتة دول بس هو ما كانش صريح قوي هو عايزهم يوصلوا لإيه صحيح فهو شايف إن المرحلة الأولى بتاعت الجمل دي بتاعت الناس المتدينين الغلابة المتحملين للتكليف عايزين نعد مرحلة الجمل ونصل إلى مرحلة الأسد اللي هو فيها موضوع بقى الثورة على الدين وموضوع الأناركية والفوضى الخلاقة والكلام دا كله أظنني نيتشا نص على الكلام دا نصا ففي النهاية بقى نصل إلى طور عقل الطفل نعيش كلنا بقى في لهوة ولعب وفوضى وعبث وتبقى هيدي الدنيا وخلاص صحيح الجزء الرابع من الكتاب اسمه صراع اللافياثان ونزول هليوبلس وده الجزء الميثولوجي من الكتاب صحيح المفترض إن زرادشت بيقابل مرة تانية البحارة وربان السفينة اللي كانوا هيقتلوا ساحر بابل في الأول ولموه بعدين حصل ما بينهم محوارات في الآخر رموه في البحر فقابل اللافياثان صحيح واللافياثان هنا من الشخصيات الرئيسية في الكتاب اللي بيمثلوا أصل الشرور اللي نيتشا استقى منها كل أفكاره المنية البنيلة صحيح إيه هو اللافياثان أو يعني إيه أصلا اللافياثان وش معنى اخترته كممثل لأفكاره وتصورات نيتشا أو أصل الشرور اللي نيتشا استقى منها أفكاره بالنسبة لللافياثان هو حيوان ميثولوجي موجود في العهد القديم في أكتر من سفر أكتر سفر شرحوا في سفر أيوب إصحاح 24 من الفقرة واحد لآخر فقرة في السفر هو بيعرف مين هو اللافياثان إن هو حيوان رأسه أشبه برأس التمساح وجسد أشبه بجسد الأفعة بيشرح في هذا السفر أوصافه بشكل كبير جدا وبشكل مفصل بالنسبة لي أنا ليه اتخذت من اللوفياثان رمز لأنه إحنا حاورنا نيتشا في الجزء الأول والجزء الثاني والجزء الثالث فعرضنا لأفكاره اللي هو طرحها بنفسه والي هو اعتنقها بنفسه الجزء الرابع والأخير إحنا بنعرض فيه لأصل الأفكار اللي انتهاجها نيتشا كان جابها منين فلذلك اخترت حيوان اللوفياثان لأنه باعتقاد المعتنقين للديانات المؤمنة بالعهد القديم والعهد الجديد هو يمثل مش إله الشر ولكن هو رمز الشر أو رمز السطوة في الشر رمز الشيطان لكنه ليس الشيطان هو يرمز إلى الشيطان وأفعال الشيطان ولكنه في النهاية ليس الشيطان لأنه لي أوصف معينة التمساح والرأس المقرن أو حتى تنين في بعض الترجمات بتسميه تنين هو كان اللوياثان ده أشبه بيتنين مائي يعني لأنه حتى في السفر أيوب يقول بأنه يخرج من فمه لهبا ومذكور برضه في سفر عشعية هي بس الفكرة علشان الناس تبقى فهمة الكتاب المقدس بيتعامل مع اللوياثان على أنه حيوان حقيقي ربنا خلقه الشيخ عرب ربنا حفظه يبارك فيه كان له بحث في مجال علم الميثولوجيا والكتاب المقدس فتناول فيه كائنات كثيرة الكتاب المقدس بيتناولها كأنها كائنات حقيقية من ضمنها اللوياثان ويكونت أنا عملت شرح لهذا البحث وتناولت موضوع اللوياثان باستفادة أحيانا بيوصف على أنه الحوت وأحيانا بيوصف على أنه تنين يعني فيه أوصف له كثيرة حتى أن التلمود بيتعامل معه على أنه الكائن الذي يلهو معه الإله ويلعب وده أمر يعني عجيب جدا صحيح والمفترض أن اللوياثان ده في آخر الزمان سيقتل سواء با هو رمز للشيطان أو الشر أو الشيطان بيتجسد فيه أو أيا كان حاجة كده شبه قصة صفر التكوين أن الحية هي الشيطان ولا الشيطان دخل جوه الحية أيا كان الواحد ممكن يفهم أن أنت اخترت شخصية اللوياثان أو اللوياثان بناء على أنه مذكور في الكتاب المقدس والصراع نيتشا مع الكتاب المقدس والكلام ده كله هل ده كان السبب الوحيد في اختيار شخصية اللوياثان أو اللوياثان أم أن هناك أسباب أخرى خلتك تختار شخصية اللوياثان وده بيظهر نوعا ما في المواضيع اللي أنت حطتها على اللسان اللوياثان وبتنقش فيها وبتنظر فيها صحيح الجزء الأخير من الكتاب بيعرض إلى فلسفة نيتشا مع الإطار السياسي للمجتمع فلذلك اخترت حيوان اللوياثان لأنه هناك كتاب مشهور جدا لأحد مشاهير الفلسفة الإنجليزية توماس هوبز وكان أسمى كتابه باللوفياثان اللوفياثان عند توماس هوبز شكله مختلف عن الأوصاف الموجودة في كتاب مقدس اللوفياثان عنده على شكل رجال متعددين يقيم هيئة اللوفياثان ويحمل في يد الصولجان أو عصر رياسة للأساقفة وفي اليد الأخرى يحمل السيف وده الصورة موجودة حتى على كتاب اللوفياثان لتوماس هوبز هذا الكتاب زي ما ذكرنا في أول حلقة يعتبر من الكتب الموروثة في الثقافة الأوروبية والتي يزعم البعض بأنها الإنجليز الخامس لأنه هتكلم بشكل مبسط جدا في الفترة اللي عاش فيها توماس هوبز كانت فترة حرب الثلاثين عام في أوروبا هذه الفترة كانت فترة مقتلة عظيمة جدا في العصور الوسطى وكان الإنسان لا يأمن على حياته فكان توماس هوبز أتى بمفهوم جديد اللي هو مفهوم اللوفياثان أو دولة اللوفياثان قام توماس هوبز بصياغة عقد اجتماعي يقوم هذا العقد الاجتماعي بعقد وثيقة تربط بين الدولة والتي تمثل اللوفياثان مع الشعب هذا الارتباط بين الدولة والشعب والسيفيور أو الحاكم بعيد عن هذا الارتباط الحاكم أو السيفيور حتى ينصب في مكانه أو يبقى في مكانه كحاكم كان يلزمه شرطين الشرط الأول أن يؤمن للإنسان حياته أن يحفظ عليه حياته الشرط الثاني أن ييسر له سبل جلب قوت يومه كل يوم مش أن الحاكم هو اللي يأكله ويشربه لا مجرد أنه هو يسيبك تستجلب القوت ويؤمن حياتك من الموت خد بالك أنك أنت الفترة دي أنت بتتكلم في القرون الوسطى قرن 16 قرن 17 حربة الثلاثين عام وكانت مقتلة عظيمة جدا في أوروبا فما كان إنسان يخرج في الصباح ويأمن على نفسه أن يعود إلى بيته من جديد في المساء وإنما كان غالب الناس أو غالب أمرهم أنهم يقتلون في الله شيء فجاء اللوفياثان الذي وضعه توماس هوبز أو هذا الكتاب في السلطة والسياسة من أجل أن يرسخ مفهوم العقد الاجتماعي بين المجتمع المتمثل في الدولة وسمى اللوفياثان لأنه رمز القوة والشر ولا يرحمه الكلام ده كله وما بين الشعب طبعا جي بعد كده ثارت ثورات على هذا أنه توماس هوبز يقول بالحكم المطلق بالملكية المطلقة فجي بعد كده أفكار زي جان جاك روسو في العقد الاجتماعي وكتب بأنه لأ هناك عقد بين الحاكم والمحكوم وأنه فيه شروط لترقي المنصب الحكم وفيه شروط وضوابط بين الحاكم والمحكوم وجي بعد كده برضو جول لوك في الرسالة في التسامح الديني وكتب في الفلسفة السياسية وبرضو خطأ توماس هوبز وقال بأنه لأ هناك بأن العقد الاجتماعي يربط ما بين الحاكم والمحكوم وليس بين الدولة والمحكوم كان سبب تسمية اللوفياثان في الجزء الرابع لأنه فيه مناقشة للفلسفة السياسية التي عرض لها نيتشا في كتابه نيتشا في كتابه هكذا تكلم زردشت زي ما تكلم عن أطوار العقل الثلاثة تكلم أيضا عن أطوار حياة الإنسان الثلاثة إيه الموضوع ده وإيه تفاصيله طيب نيتشا مفهومه الرئيسي والأساسي بعد فلسفة الأخلاق تقوم على فكرة الإنسان المتفوق وأن هذا الإنسان المتفوق الذي يسعى إليه هو الذي يجني مجان الحضارات القديمة والحديثة وهو الذي يرسخ ويقاعد لمفهوم المجتمع وهو الذي يتسيد المجتمعات وليس بحاجة إلى وجود إله قبل أن يقوم هذا الإنسان المتفوق الذي يدعو إليه من الجلدة للجلدة زي ما نقول يعني نيتشا يقوم كتابه في الأساس على فكرة الدعوة إلى اعتناق فكرة الإنسان المتفوق الإنسان المتفوق هو الإنسان الذي يؤله نفسه بذاته ويستعيد بهذا عن فكرة وجود إله أنا رمز القوة أنا رمز السلطة أنا رمز النفوذ لا رحمة ولا شفقة ولا عطف والكلام ده كله الإنسان المتفوق هو المرحلة الثانية من مراحل تطور الإنسان بيبدأ بما يسمى عند نيتشا لمرحلة الإنسان الأخير الإنسان الأخير اللي هو اللي عايش دلوقتي هو يقول أن هذا الإنسان أكثر سعادة لأنه ميسر له سبل الحياة سبل العلاج الطعام الشراب وأن هذه الحروب اللي موجودة في المجتمعات يعني بالنسبة لما كان يحدث في السابق زي ما بيقوله كده يعني حاجة زي نسيم الورود ما يحدث الآن من حروب واعتراكات والكلام ده كله بالنسبة لما كان قديما يعني حاجة كده بسيطة يعني فيقول عن هذا الإنسان الأخير أنه إنسان مرفه ولابد القضاء على هذا الإنسان حتى يأتي الإنسان المتفوق الإنسان المتفوق هو الإنسان الذي يؤله نفسه كما ذكرنا يرفض فكرة وجود الإله يستعيد عن الإله بذاته بأفكاره بقوانينه بتشريعاته بما يسميه هو بالألواح الجديدة ويدعو إلى كسر الألواح القديمة الإنسان اللي أنا بسميه بقى لأنه هذا لم يرد في الكتاب وإنما قال به نتشة في طيات كلامه الإنسان الخالد أو الإنسان العائد الإنسان العائد ده اللي احنا بنتكلم فيه عن فلسفة نتشة ويقول لا يقول بالأخرة ولا بالثواب والعقاب والجنة والنار والكلام ده كله نتشة يقول بمفهوم اسمه مفهوم العود الأبدي مفهوم العود الأبدي عند نتشة يختلف عن حضرات الشرق الأدنى أو الهند القديمة لأن حضرات الشرق الأدنى القديمة أو حضرات الهند تقول بأن الإنسان حين يموت يعود كرة أخرى إلى الحياة ولكن كل بحسب عمله يعني لو كان راجل كويس وخير وصالح يأخذ جسد ملك أمير مستشار حاجة زي كده لو كان إنسان شرير يرجع بقى في جسد أفعة يرجع في أسد كلب في جسد خنزير الكلام ده كله مفهوم نتشة عن العود الأبدي مفهوم مختلف هو يقول بأن الإنسان يعود كرة أخرى في جسد إنسان آخر هذا الإنسان قد يكون صالح قد يكون طالح قد يكون كبير قوم قد يكون إنسان صعلوق ليس له قيمة لكن في النهاية هي عملية دائرة وليس هناك آخرة ولا جنة ولا ثواب ولا عقاب بخصوص موضوع العود الأبدي أنت ذكرت في كتابك أن هذه الفكرة اللي نيتشة بيبشر بيها تقضي على مجمل فلسفته سواء بقى في موضوع الأخلاق أو إنكار وجود الله أو حتى موضوع الإنسان المتفوق اشرح لنا الموضوع ده بشكل أعمق شوية طيب بشكل بسيط جدا ومبسط وغاية في التبسيط نيتشة زي ما قلنا إنه هو يقوم كتابه من الجلدة للجلدة على فكرة الإنسان المتفوق نعم هناك أفكار متعددة زي تقسيمات الأخلاق وإنكار وجود الله وأفكاره ضد المجتمع والمرأة والكلام ده كله لكن في الأساس هو يدعو لفكرة الإنسان المتفوق طيب العود الأبدي كيف يدمر فكرة الإنسان المتفوق ده مش كلامي علشان ما يجيش حد بعد كده يقول والله إنت ده فكرك عن فلسفة نيتشة وإن أنت قضيت على فلسفته بفكرك الحقيقة أنه نيتشة أعلن بنفسه في كتابه أكذا تكلم زردشت أن فكرة العود الأبدي تقضي على أمنيتي في صنع الإنسان المتفوق لأنه إذا الإنسان المتفوق ارتقى في المجتمع وأصبح السوبر اللي هو يأمل إليه ثم يموت ليعود ليعيد الكرة مرة أخرى فكده إحنا في عبث ولا نفع ولا جدوى وكان يعاني الأمرين في كتابه أن يدفع عن نفسه هذا التناقض وكان دايما يقول أنه ما يؤرقني أن هذا العود الأبدي الذي لا منص منه أنه نفكر فيه وهو يؤمن به اعتقاد جازم بل ويدلل على ذلك علميا يعني يقول بأن العلوم الآن ده كلام نتشا يقول بأن العلوم استقرت على أن الإنسان في عودة أبدي لا في جنة ولا عقاب ولا ثواب ولا حساب ولا الكلام ده كله فلهذا الاستقرار العلمي عند نتشا يقول بأن هذا العود الأبدي الذي يؤمن به نتشا يقضي على مفهوم الإنسان المتفوق لأن الكرة كل مرة من جديد ثم يموت ثم يعود ثم يحيى ثم يصبح إنسان متفوق ثم يموت هذه الفكرة فكرة العودة الأبدي تقضي على فكرته في الإنسان المتفوق ومدام قضت على فكرته في الإنسان المتفوق الذي قام في الأساس عليه إنكر وجود الله تقسيمات الأخلاق بين السادة والعبيد أيضا أفكار الهدامة ضد المرأة والمجتمع ففي النهاية كل هذه الأفكار التي روج لها نتشا وضعها في قالب الإنسان المتفوق فإذا كان هذا الإنسان المتفوق يعود بالعود الأبدي مرة بعد مرة بعد مرة وكرّة بعد كرّة بعد كرّة فما النفع وما الجدوى فلذلك نتشا بنفسه يقول بأن هذا التناقض الذي وقع فيه ليس له حل وده كلام نتشا موجود في كتابه لو أنني استللت هذا الفهم من كتابه كان ممكن أقبل أن حد يقول والله ده فهمك عن نتشا أو لا خد بالك أن العود الأبدي لا يتناقض مع فكرة قيام الإنسان المتفوق لكن هذا الكلام الذي نص عليه نتشا بنفسه والذي آمن به واعتقده بذاته فما فيش مجال أبدا أن حد يقول مثلا والله ده فهمك لنص نتشا والله لا ده مفهومه عن الإنسان المتفوق يبقى قائما ويبقى ثابتا راسخا وإنما فهمك أنت المغالط والكلام ده كله أحنا بكده بفضل الله عز وجل نكون عدينا على أهم محتويات كتابك ما هكذا تكلم زردشت في الأربع أجزاء في عندك تعليق أخير حبيب تقوله يعني تعقيب أخير عن الكتاب تحديدا أنا أرجو أن الناس الطرفين اللي هيقرأ الكتاب ينتفع به سواء إذا كان دخل لنقد أفكار نتشا أو حتى الذين على الجانب الآخر أرجو أيضا أن ينتفعوا به أنه حتى لو على الأقل نسق لهم ورتب لهم أفكار نتشا المنعثرة والمشتتة في أنحاء الكتاب أن يجد كلاهما ضلتهم في الكتاب وإن كان عندي الأولى الذين معي على الطريق حتى أرد لهم على الأفكار والعقاد الهدامة في نص نتشا وآخر فصلي في الكتاب هو خطبة زرادشت في هليوبلس أنا مش هقرأها لأن النص طويل يعني يربع على ألف كلمة أو يزيد لكن في هذه الخطبة تحديدا هي خطبة نثرية بالمعنى ولكن في هذا النص في خطبتي الأخيرة أشرح في هذه الخطبة كينونتي قبل تأليف الكتاب وبعد تأليف الكتاب سبب التأليف ولماذا ألفته ولمن ألفته وهل أدعو الناس إلى قراءة كتاب زرادشت الخاص بنتش أم لا وأشرح بشكل عام سبب دخولي في المسألة وسبب خروجي منها وما أثر علي من قراءة تلك الفلسفات بشكل عام كتاب الأخ فخر الدين حمزة بن سليمان الكارمان أبادي ما هكذا تكلم زرادشت معارضة فلسفية ثيولوجية ميثولوجية في قالب نثري وشعري الكتاب من إصدارات مركز تبصير للنشر والتوزيع أتمنى متابعة صفحة المركز على الفيسبوك علشان تبقى عارف هما موجودين في أنهي معرض كتاب في أنهي دولة أو تشوف موقع السوق الإلكتروني بتاعهم لو أنت حابب تطلب الكتاب أونلاين أو يشحنو لك الكتاب لأي دولة من دول العالم أنت موجود فيها بإذن الله عز وجل ستجد أن اقتناء الكتاب سهل ويسير والكتاب يستحبك لو أنت مهتم بالأدب والنثر والشعر الكتاب هيهمك لو أنت مهتم بالرواية والقصة الكتاب هيهمك لو أنت مهتم بالمناقشات الفلسفية الكتاب هيهمك لو أنت مهتم بمقارنة الأديان والحوار الإسلامي المسيحي أو المناظرات في اللاهوت أو الثيولوجي الكتاب هيهمك فالكتاب نافع من أوجه كثيرة أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الأخ حمزة سليمان هذا العمل وأن يبارك فيه وأن يكتب له القبول ولعل وعسى في يوم من الأيام يعني سأباهي وأفاخر بيك أن أنا جلست مع الأخ حمزة بن سليمان صاحب كتاب ما هكذا تكلم زردشت بعد ما يكون الكتاب بقى الأكثر مبيعا في العالم ويتم ترجمته لأكثر من 150 لغة بإذن الله عز وجل وفي حياتك بإذن الله مش زي نيتشا بعد ما ماته اللهم أمين بعد أن انتهينا من الكلام حول الكتاب وكنت أرجو والله أنه لما أخرج مرة أخرى على الناس أن تكون الأحداث في غزة قد انقضت وأن ينعم الله عليهم بالخير والنعمة ولكن يبدو أن الأحداث مستمرة وأنا أرجو من إخواني جميعا أنهم لا يألفوا العدوان على إخوانهم ولا يألفوا الاستكانة أمام ما ينزل بهم من سوء وذكرت قديما بأن الدعاء لأهلنا في غزة إنما نتستر نحن به أمام الله عما خذلناهم به وإنما أرجو إخواني وأرجو في نفسي أن تظل القضية قائمة إلى أن يفتح الله عليهم والقضية لا تكون من سية وهذا ما كنت أعلم والله أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة